سبح الورد وسباح الفل ولياسمين إن شاء الله عيدي وسنين دايما شاء الله عيدكم مبروك الناس لكل وإنما توصلكم تصويرتنا وصوتنا داخل حدود الجمهورية التونسية وخارجها إن شاء الله عيدكم يكون نتعدى بأحلى وأجمل الأوقات مع العائلة في وسط العائلة مع الأحباب مع الأصحاب إن شاء الله عيدي وسنين دايما إن شاء الله بالخير واليوم والبركة سعيدة بش نلتقيكم في ثاني أو ثالث أيام العيد المبارك اليوم 3 18 جوان 2024 ننطلقوا من تاوى 9 صباحا نتواصل معكم إلى حدود 11 صباحا في دليل حستنا لليوم أكثر من فقرة إن شاء الله تشد انتباهكم وتلقاوا من خلالهم الإفادة والمتعة بعد شوية نحكي ونفتح نافذة كالعادة على مركز التكوين المهني سعيدة بحضور ممثلين عن مركز التكوين المهني بإصفاقص سعيدة جدا بنسمة إصفاقصية دينا اليوم مع أولى ذيوف إمتعنا وأيضا بش نفتح نافذة أخرى على مستير بش يكون بحضين مهرجين الفنون الجميلة بش نحكي مطولا على الدورة العشرين هذه خصوصية الدورة وعديد النقاط اللي بش تكون في دليل البرنامج نحكي وأيضا بعد قليل على الأطفال على التفولة نحكي على العطلة الصيفية والتخطيط للعطلة الصيفية اللي انطلقت واللي بدأت بالنسبة للإعداد الثانوي وفي جزء أيضا آخر بدأت بالنسبة لتلاميذ الابتدائي نحكي على هذية وأحنا في بداية الأيام الأولى اليوم كيفش النجم نعاون وصغيراتنا إنهم يبرمجوا للعطلة يخطوا لها ويعديوا ويستغلوها الاستغلال للأمثل نحكي أيضا على أطفالنا من جانب آخر نحكي على ما يسمى بالإدمان الإلكتروني في التفولة المبكرة عفوا هذية إن شاء الله بش يكون موضوعنا بعد قليل معاصي سوفيان عشور مربي وأستاذ نحكي أيضا معاصي لوت في أريحي في الجزء الثاني أو ساعة ثانية من اللي قانا لليوم في زوز النقاط النقطة الأولى بش تكون حول السياحة الداخلية وبش نحكي أيضا على مسدي الخدمات الهاتفية هذا وأكثر على امتداد ساعتين من الزمن رحب بكم منتوى نتمنى لكم أحلى وأجمل الأوقات بسوت لطيفة العرفية ونبدأ وإن شاء الله على بركة الله بالأنغام نبدأ ونتمنى لكم أحلى وأجمل الصباحات برشة حانين وبرشة نستالجي مع أغاني التسعينات حابينا نصبح عليكم خليوا صباحاتكم إن شاء الله موقعة مع القناة الوطنية الأولى ومعنا في هالموعد الصباح المباشر اليومي سعيدة بش نستقبل أولى ضيوفي قلت جاونا مننا صفيقص بش نستسمح سيمونير نبدأ بليديس فرست سيمونير نبدأ مع مدام أمينة الحسيني مكلفة بالإعلام والتوجيه والمرافقة بمركز التكوين والتدريب المهني سيدي منصور صفيقص صباحك فل وياسمين وإن شاء الله عيدك مبروك مدام كل عام ونتي حيات خير صباح الفل صباح الخير شاء الله عيدكم مبروك الناس كل نشكركم على الاستيضافة وإنا نشكرك على تلبية الدعوة جيتونا وجبتوا معاكم نسمة صفيقصية سيمونير راح بيقبل كل شيء سيمونير زواري مدير المركز صباحك ورد وفل وياسمين ومن خلالك نحب نحيي أهلي صفيقص وتقول لنا كيفاش خليتوا صفيقص اليوم صباحا شكرا لك صباح الخير نسكل شاء الله عيدكم مبروك شاء الله كل العام وتم حيين بخير شاء الله تونس ديما بخير نشكروك أختي يناس على الاستيضافة يخليك يعيشك سيمونير تعرفنا بالمركز متع التكوين في سيدي منصور أسفاقص خليناها سخونة شوي حتى اليوم أزادها ما سخونة شوي تقص سخون بزاعة لبكري سناس صيف بالحق فوجات حرارة غير عادية في بعض الجهات اليوم نحكيه على المركز هذية اللي شدني وأنه المركز عودة بعد انقطاع سيمونير نبدأه بهذية لأنه تقريبا قدش مدة انقطاع عن العمل عامين ونص قعد هو مركز قديم جديد هو تم إحداثه عام 1979 كان مختص في سياقة الشاحينات الجارة ونقل عمومي وعنده اختصاص زيادة في مستوى كفاءة الميانية ميكانيكي بنزين وديزل ممتاز بداية كنا نقول الولادة القانونية من عام 1979 عام 1979 لكن بطلب من الجهة إلى حدود احنا ما سكرناش حتى في الأشغال نقلنا المركز واحد اخر وقعدنا وصلنا التكوين المتاع الولادات اللي بدينا بهم باش ما نقعد شيء كالفراغ وكل شيء وكيف يحضر ارجعنا وانشاء الله لانطلاق التكوين باش يبدأ في سبتمبر 2024 انشاء الله شنو لتغير سيمونير ما قبل وما بعد الأشغال يعني على مستوى الاختصاصات على مستوى حتى الفضاء ككل وتجزيزي نقل 180 درجة نقل نوعية نقل نوعية كي نقبل اختصاصات كما قلت اختصاصه جديد في النقل واللوجيستيك بطلب من الجهة من الاتحاد الجيوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بالسفاقس تم الموافقة على إعادة هيكلة المركز في اختصاصات جديدة أربعة منها موجودين في تونس العصمة في بورشتدرية لكن أربعة جدود مثلا ما حتى في أفريقيا في قطاع اللوجيستيك ومهن الميناء اللوجيستيك البروفوندي ممتاز يعني نحكيه حتى على مستوى أفريقي جاوزنا المحلية والوطنية هذه حاجات ينفرد بها المركز ينفرد بها المركز في تونس ممتاز حاليا عنا ثلاثة كان قبل الموقع مستوى واحد اللي هو شاة كفاءة المهنية وشاة مهارة في السياقة هو عنا ثلاثة مستويات بتاعتكوين مستوى الأول هو شاة كفاءة المهنية كنقوله شاة كفاءة المهنية رأي المستوى المطلوب للدخول هو سنة التاسعة أساسي منهات منهات بطبيع وعنا مستوى آخر شاة المؤهل التقني مهني اللي يزمون سنة ثانية ثانة ويمونهات وعنا زادة مستوى شاة المؤهل التقني السامي اللي يزمون شاة البكالوريا ممتاز دونك اليوم نحكيه على واحد من أهم المراكز وأقدمها زيدا سيموني عريق برشا المركز هذا ما شاء الله خمسة واربعين سنة طبعا خمسة واربعين سنة دونك بتضحكوا لعب لأن أجيل وراء أجيل تعدي ومروا من مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور قبل ما نرجع نحكيه أكثر مطولا على الاختصاصات هذية مدام مينا كيفاش يجيوكم يعني من الأول بالكل أنت نقطة الحلقة الأولى أنت النقطة الأولى في مواجهة هالتليمذات هالمتكونين هذوما عادة يجيوك كيفاش يعني عندهم فكرة على المركز؟ هو المعمول به اللي أحنا ما نستنيه همش راهم بش يجيون أحنا نمشيو نعرفه بالمركز خاصة نفي حلاته جديدة نمشيو المؤسسات التربوية دور الشباب يعني وينما نلقافه تجمعات متاع أولياء وطالبي تكوين نعرفه بالاختصاصات متاعنا جديدة يعني صحة لذي يا سيمونير يعني اليوم بوغدا بوغدا كأنه يعني تقربوا شوية يعني في سياسة القرب كان فهمت يعني وطلوب هذية يعني خرجتوا شوية من الكلاسيكية في التواصل مع الشباب طبعا هذا هو اللي لازم خاصة في المرحلة متاعنا أحنا مرحلة انتقالية وبش نعرفه بالاختصاصات الجديدة أكيد يلزم نقومه حتى باستبيان وهذا قمنا به وسابر أراء بش نعرفه الأولياء وطالبي تكوين وشوما الاختصاصات اللي يحبوهم شنية القابلية التشغيلية يعني هناك تشاركية زيدا يعني تبنيوا شوية تبنيوا شوية الحلم هذية المشروع هذية متاع الصغيرات مع الأولياء ومع المتكونين طبعا مع الأولياء ومع طالبي التكوين ومع النسيج الاقتصادي اللي قاعدين زيدا نحضروا في قاعدة بيانات من بازدوني ندعمه أساسات في القطاع في اللوجستيك ونعرف اللوجستيك يمس القطاعات الكل يعني حتى إن شاء الله نهاريخر في التشغيل إن شاء الله يعني بيحاول ليه يكون اللي معنطى الخارجي متاعنا معنطى مطلوبين تحتضنهم سوق الشغل نرجع لسوق الشغل لأنه مهم برشا أنه التكوين يتميشى يأهل لسوق الشغل سيموني لكنا نروف في تسيورات مشكورين زملائنا في الإعلامية محليها البنية يعني محليها الفضاء مهم برشا هذي بش نفتح الشهية كما اليوم نطالب بمدرسة عمومية تكون مزيينة تكون واسعة تكون مشرها تكون مهيئة ومجاهزة سيموني لنفس الشي هذي من بين المتطلبات في مركز تكوين وتدريب مهن بضبطة إحنا خرجنا على المألوف إن حتى فيه مبيت هو دولة قبل كوشي المركز تحفى تحفى فنية إن شاء الله يستحفظوا لي فيه ديجا ملعب ترطون فيه قاعة رياضة فيه مبيت ما شاء الله خرجنا حتى على المألوف كالفاية مصطبية هو الباتشورك لدريسينج حتى لا يقعدين الرأو بالحق أنا شدتني السور يعني على أعلى طراز اليوم حتى الطواول والكريسي اللي في المطعم ما عاش نخدهم كيم ما عاش نخدهم كيم ما عاش دي كولور دي فيرون بش المتربس المتكون بعد تكوينه متاعه يجي يجي فادت شوية يلقى يلقى أريحية بش يرجع منعشات وحيوية أكثر ممتاز لأنه بش يعدي داخل الفضاء هذي فترة من حياته وفترة من عمره بش تكون فارقة سيمونير هذا هو يعني إن المفروض وأنها تكون فارقة يعني تلميذ كيما يدخل كيف ما بش يخرج من المركز بذكريات مزيانة وبش هذا إن شاء الله اللي تكلل تكون ثمرة التعب هذي الكلب المبيت قد اش ساعة متاعه بنتخل في شوية تفاصيل 280 سرير 280 سرير بين الذكور وإناث وشكون اللي عندهم حق في المبيت سيمونير اللي يبعد على المركز 40 كم بداية من 40 كم ولي عنده الحق عنده الحق في الإقامة ونحكيه على المطعم زي ده لأنه من الخدمات اللي الولي يتهن يعرف إنه فما هالخدمات هذي خاطرحنا لتوقيت التكوين مثل منية اللول ومذي ساعة الخمسة ساعة باركة فطور ممكن من ينجمش يسمح له بش يمشي الدار ينجم يصر على عين المكان مقابر معلوم رمزي معناها نحب نقوله أنه الخدمات هذي متوفرة موجودة ونحكيه علي في المبيت هذيك معناها دو فيس كل واحد أنه عندهم هالخدمات ممتاز اليوم عنا توزيع بين الإناث والذكور قد يشخنفهم شوية للإقبال الإقبال إحنا مراجل صالة الانطلاق التكوين مش يبدأ في سبتمبر حاليا حتى المطالب اللي وردوا على خطة ترسيم ولا عن بعض هو فيها بس نذكروه www.atfp.n إلى حد الآن في بالي كل ذكور مدام أمينة قلنا عادها تحلينا مدام أمينة قلنا ثم اختصاصات كان ذكور ثم اختصاصات تطلب الإناث في كل ذهب إحنا نرتوى في جوان يعني السنة تبدأ في سبتمبر بداي بداي ويرسموا مدام أمينة بداي معنى الإقبال بجيتوا تعرفوا من نسب الإقبال على المركز من طوى للتذكير عملية التسجيل في كامل مراكز التكوين المهني انطلقت من يوم ستة جواء عن طريق الموقع الرسمي الوكالة تونسية للتكوين المهني احنا لتسهيل عملية التسجيل احنا نمكن طالب التكوين من عملية التسجيل نقوم وزيدا حتى نوجهه من الاختصاصات حسب المؤهلات متاعه حسب ما نتحاوره معه نشوفوه معه شنوه ميولاته مؤهلاته في العادة شنية أهم الأسألة اللي يتمحور حول هاللقاء معناها مع المتكون هكا قدامه مشروع كامل ما يعرش مي بش يبدأ عنده برشة أسألة يعني مهمة برشة هكا الكونفرانتازيون هكا المواجهة الولانية معاك اكيد جدا اكيد جدا انا دي ما عليش ذكرت لك الأولية صرتو خاصة عندنا في مستوى كافة المهني يعني تسعة أساسي ماذا بينا يكونوا مع الأولية بش يشاركوا في الرأي متاعه بش يقنعوا وبطبيعة الرأي النهائي بطبيعة بش يكون الطالب التكوين الاختيار النهائي يكون ليلو نعاونوه كي ما قلت لك نسجلو نكمل رافقو معناتها في عملية تسجيل متاعو وإن شاء الله يحاول الاهلي معناتها يلتحق بالمركز إن شاء الله في سبتمبر بش يقرأ في أحسن الظروف بطبيعة ممتاز أما انت المهمتك ما توفيش هنا يعني حتى على مدى أو انت داد الفترة التكوينية فما مرافقة زيدة فما توجيه منها آخر هكا ولا يعني يسحق له ديما للتوجيه أكيد أكيد جدا وديما نقول لأينا راهي المرافقة هي راهي إتا ديس بري وراهي تبدأ حتى من التوجيه حتى من البروسبيكسي وحتى من اللي أنا باش نمشي اللوج على حالات الانقطاع وروا مشكورين عند زملائنا في التربية يعاونوا دور الشباب يعاونوا الإدارة الجهوية للتربية مهم التواصل هذية مع مؤسسات طبعا يلزمنا كل جهود تتضافر باش نوصلوا احنا نقدموا خدمات بيداغوجية ذات جودة وهذا المطلوب هو الجودة في الخدمات أكيد أكيد مطلوبة برشا في إيطاليا في قطر في إسبانيا بلايسوكو المطلوبين مطلوبين برشا في تونس في تونس وفي سعليار وحفظ ضد أنه اليوم كي ندخل للمركز هذية سيدي منصور اسفيقس عارف روحي وأنه السوق المحلية الوطنية الأجوار وإحنا ماشيين إلى نوصله للبرين اللي افترتم سيمولير العالمية يخرج ولي بوراقه بشهاته خير من اللي متراش عليه في البحر يموت ميوصل لش لقدر الله لقدر الله نحكيه على الشهيد شنية الشهيد هذه بالنسبة للمستوى الولاني قونا شهيد الكفاءة المهنية عنا ثلاثة اختصاصات فيه عون مخزن عون شحن وترصيف وهذية جديدة بها سائق معدات خفيفة ما يعبر عنه الكنديكتور متعلي شاريو إليفاتور ليجير بير أقل من 15 طن هذية في مستوى تسعة أساسية يدوم التكوين عام واحد ومن بعد كانوا منجح بالنسبة لل من البهيم من المتميزين عنده حق يواصل تكوين في مؤهل تقنيم يهني في الاختصاصات اللي بشترك تذكرهم تقول مدام أمينة في مستوى مؤهل تقنيم يهني ممتاز يعني يحلوا جوي نحيا هذا هو نجاح سيمونيا يعني يحلك أثاقي يحلك نوفد يحلك أبويب أخرى يعني فرصة ممتازة لجماعة تدرج ينجي مدخل تسعة يولي بمجهود وكل شيء وبعد يغلق حتى تقني سامي ممتاز عبارة أخذاء الباك وبشيء تخرج مني زياد ولا من مني كل نورمال عادية ممتاز قد يحبوا يأخذوا بدين صغيراتهم إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لهم نبنيوا علي قالوا سيمونيا طبعا دي المبدأ الأوحد والأول في التكوين المهني هو التشغيل التكوين للتشغيل يا حب ذا وكان هو كالله معنا نجح ونعاونوه ولا هو زيدا من خلال مدة نقول إنا التربو ما هي تكوين هو تكميلي خطر أحنا نمط التكوين المعتمد في مراكز التكوين المهني وبالأخص مركز التكوين سيدي منصور وبالتداول يعني مراوحة بين التكوين بالمؤسسة بالمركز التكوين سيدي منصور أو أي مركز آخر والمؤسسة الاقتصادية اللي احنا نقوم معنا نتهدجا بتنسيق معها بتنسيق وإبرام عقود اتفاقية شراكة باش لوليدات متاعنا يكملوا معنا تطبيق الوحدات اللي يقرعوها يزاولوها في المؤسسة متاعنا به كي يتخرج إن شاء الله وياخوش هادة التكوين متاعه ينجم يخدم وإلا كان يحب يكمل في مستوى مؤهل تقني مهني في نفس القطاع يلزم في نفس القطاع اللي هو كيقولوا اللوجستيك ومهل ميناه هما في قطاع النقل ينجم يكمل في مؤهل تقني مهني لمدة سنتين الاختصاصات اللي نقترحوها احنا واللي نتفردو بها وان شاء الله باش نتميزو فيها هي تقني في النقل متعدد الوسائط تقني في النقل البري وحافظ مغازا ممتاز وهذو ما ثلاثة مطلوبين لحقيقة اللي تبعوا في طالبات بكل خدر جد مطلوبة يعني قاعدا نتبع في عملية التسجيل تبارك الله علينا اقبال معنا على الاختصاصات هذو ما والناس متحمسة ويستنوا فيهم وان شاء الله رب يسهل ان شاء الله رب يسهل الناس للكل نكملوا الاختصاصات الاخرين ملاحظة يعني مثلا فمشكون ما أسعفوش الحظ ولا لسبب أو آخر انقطع على التعليم وجاب مثلا بشي يقرأ مؤهل تقني مهني يعني مش بشرط يكون شي ملكة فئة المهنية ينجم حتى يجينا هو ثانية ثانوية منهات حتى رابع ثانوي متحصش به دانك الحظوظ موجودة كيف هو يقرأ مؤهل تقني مهني يولي يعني في صلة من مهارات الوظيفية كيف وكيف متحص على شاهدة البكالوريا وهذا مهم اليوم يعني اليوم اللي محلفوش الحظ في المسار التعليمي العادي العمومي أو الخاص راهوا فرصة أخرى وفرصة من رهب زيدا حسب مقاعدة النسمة هو في نفس السياح أختي ناس كما قالت أختي مينا المتكون ما مش يتكون اشتر الوقت تسمى في المركز معنا بالتداول شهرين شهرين ثم العنصر البارز ساعة يظهروا كل شي يخطفوه قول وراه تكمل قرائتك تيطونقاش معنا بش تخدم معنا معنا ما عندوش حتى مدى بش يبحث عن شغل ما فميش يبحث عن شغل يخطوه ديركت يخطوه في المستوى تثلاثة في السياح بي ولا في البتي بي وفي البتي أس انتي ومجهودك كما نتع اي دونك لحقيقة حاجة محافظة على الأخر بش الصغيرات يقبلوا على التكوين داخل المركز هذي نكملوا مع الشهائد الأخرى سيمونير لو تسمع عندنا المستوى الثالث هو شهائد مؤهل التقنيسامي عبارة يخرج يكون عنده مستوى بكالوريا مأمخ والبكالوريا زوز عندنا زوز اختصاصات عندنا رئيس رصيف اللي هو شيف دوكي في الميناء وعندنا سائق موادات ثقيلة هكا اللي تشوفوه في الموانية الكبار ولي برجر الكبار ولي بورولون وكل شيء حتى ذوكم علشي قولنا بالباك خطر فيهم تم حسابات تم ديكالكول وقت الريح وقت المطر تارا انجليس وقت كيش الفلاش المتاع وكيش يزي خطر كي نقول وراءه ما حد أدنى من المعارف المطلوبة خطر ديكولتينير متع ديكليون وراءه ديكليون ما تطالب سلعة من الصين يزي ما تجيه في الوقت اي وسليمة اي ممتز كيف نكونوا كمالنا مع الشهائد سيمونير شهائد نعم نذكر معاش نعطيكم رقم الهاتف متع المركز اي يعطينا سبول التواصل معكم 74-874-240 نعود 74-874-240 والي حبي يجينا لسلاق اسم مرحبا هو في تريق سيدي موصور هو مركز تكوين سيدي موصور في تريق سيدي موصور في تريق ساحل ليس بشي حيرة اللي حبي يجيكم سهلة 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 لادرسة وللترسيم عن بعض كم قالت تختمينا www.atfp.tn هذا المركز مشي أم تكوين لكافة جمهورية توليسية أربعة تساسات صحيح موجودين في برسدية لكن لأخينا أربعة جدد معتا مشكلة لسفاقس ولا الجنوب لكل الجمهورية تسليا الكل اللي رسموا عن بعد ونختم بهذه معاك مدام أمينة يزمهم ضرورة أن يجيوا يعني يستكملوا بعض الوثائق وإلا يكونوا حضوريا يكملوا الترسيم طبعا المرحلة الأولى هي التسجيل عن بعض من بعد يتم تثبيت عمليات التسجيل متاحهم ودعوتهم باش نزيدوا نفسروا لهم الاختصاص ومبعد احنا ونسبة للإقبال مبعد كانت تكون نسبة عالية أكثر من المطلوب باش تختار وقتها وقتها باش تصير بطبيعة يكون عادل بالطبيعة هو انت لقريت من عملية التسجيل عن بعض هي طريقة عادلة كما نقوله بالسكور بقايمة الأعداد هي معناتها هيك المرحلة الأولى باش معناتها نعطي الفرص الناس كل في جهة السفيق شفوية كامل توراب الجمهورية مرحلة بيها هي بعد ما تثبت هي خطر ينجم يكون هو معرش سنة ثام نتقاه ومسجل عن بعض وماشي في احنا باشي تثبت يا مدام من توقع الشروط يعني تتبيعة تشوف البلتان تيعة لا تشوف البلتان ينجم يكون هو مش مستوى هذيك المطلوب ويسجل لك في مستوى أخر صحيح هذا هو التثبت في الشروط ساعة ترشح للمركز وبعد يك تصير فرز إذا كان العرض أكثر من إذا كان الطلب أكثر من العرض حاجة أخرى وانا نقول لهم ما تندموش يجي وحدين محبابيكم حاجة أخرى بله حتى اللي ما يصعفوش الحظ وما يتقبلش وعليش ما يتقبلش يعني خذينا لخطر كل فريق احنا كل اختصاص أما احنا نحاولوا اللي نوجههم للمراكز أخرى واختصاص أخرى معناه في كل الحالات بشيكونوا مدام أمينة بشيكونوا بين أيدي أمينة في كل الحالات يعني كل سواب بشي تقبلوا في مركز التكوين والتدريب الماني سيدي منصور صفيقص وإلا بشتوجههم لمركز أخرى راهوا ديما المصلحة العليا هي مصلحة هيك المتكون وهيك التلميذ هذك نشكرك برشا مدامينة نورتنا بالحضور تحياتنا الأهالينا في السفاق ولكل من يشاهدنا في كل نقطة من الجمهورية التونسية سيمونير مشكور ومتأكدة إينا اللي بشيجيو بحديكم ما يندموش شكرا لدي كتك صحة بليه تفكير أخر أخير بالنسبة للدورات عنا دورة سبتمبر إن شاء الله بشتنتلقى مع مستويات كافاءة المهنية وبالنسبة المؤهل تقني مهني ومؤهل تقني سيمي معناتها في الأب نكمل في دورة الخريف ثم بعض ناخدون في دورة فيفري إن شاء الله ممتاز هذي إن شاء الله تكون كل المعلومات المهم أنكم تتبعوا الفقرة هذية ترجعوا لها تشوفوا ما ورد فيها نذكر الفقرة هذية راهي موجودة معنا بصفة قارة كل اثنين ترجعوا على الوطنية يورو بلاي وتشوفوا تلقاوا الفقرة هذية اليوم استثنائيا معاكم ثالث أيام من العيد مرة أخرى إن شاء الله كل عام ونتم حيين بخير يلا بعد قليل باسم عزيزي رئيس غرفة الجبائيين بنابل يجي بحضنا بش نحكي وعلى الإجراءات الديوانية عند توريد العملة بالنسبة للجالية امتاعنا بالخارج بعد شوية أيضا لطف رياحي عن منظمة إرشاد المسالك يجي بحضنا بش نحكي وعلى إشكاليات مصدي الخدمات الهاتفية الفقرة هذية اللي بتكون بإمضاء الكوت شريم البوسالمي وراجعين يسبح الخير يسبح الوارد والفل والياسمين والطاقة الإيجابية والريحة اللي بنينا اللي قاعد نشم فيها والصوات اللي حلوة اللي أنا توا في وسط ومن نشم في الرقاس وتعصى عفر حيوانات أخرى هونتو كا بلسة يسر مزيانة لخضار دوبامين لاندوخفين هرمونية يسر مزيانة اليوم مع بعضنا بش نعملو يزم كتبي أنا نضغو أكلم ودابو زمان التمارين متاني اللي شنوه اليوم التمارين متاني الأسفل الظاهر اللي هي المعضلة بحتي لنبخ اللي يتهزل بدان الكل وأكثر بلاسة تتعب وأكثر بلاسة يصير فيها لغني دي سكار حتى اللي عندو لغني دي سكار ونجم يعمل التمارين دوما يفنسوا لجي مع بعض مش ننقض على ظهري اللي دو بوان هذو ما يبدو فرقعة هذو ما يبدو كمبليتما فرقعة الزوز إيديا لوتا مش نطلع البسان بتاعي الفوق بعد 30 سيجند 3 ثق ونتنفس نجدني نحل حوال نحاول نحس بدمي نزيد 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 بيا نعبت كل لسما ما عملش دي موغمون بروس بش منقلقش ضهري منضروش تخلي ايدي في القاع ايدي لأخرتها بش نمشي باها في تجاه راسيل تادي وبش نطلع البسان تاعي بش نقشح زي من الفوق بش نطلع عبعض ونجدنا ننفس نتنفس نتنفس رجعت البسمان جيالوخرة نتنفس الشايي بش نطلع يدي 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 نجمد مليح الهوية نتنفس مليح نرجع تدسلون لاس فيو بالني مش نعود يديو راية نقشع بالني طب نفس نقشع ضروري جداً اني بتنفس خذيا الجهة الاخرى نقشع وبتنفس نقشع خذياً نقشع نرجع تدسلون نقشع 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 نتنفس نقشع نقشع نطلق نقشع نجم خلاحة ملمومة المهم ايديو راية تكون محلولة لتنفس نعم وضروري جدا عني نتنبس تدسمن جيها الأخرى ايدي وراي تدسمن نعم وضروري جدا عني نتنبس على الداخل تدسمن رجل بشأن نحاول نقوم في عقلي مهم اني منتنطرش بعد ما نعمل اجزارسيس متاعي على خاطر ساريسك اني نجيب نظر بليزارسيكولاسيون ولا نظر بليزارسيكولاسيون وقت اللي نقوم من امور ما نقوم في عقلي انشاءلا نكون اعطيتكم الايفاذة اليوم وانشاءلا يا ربي انكم بدتكم كمودمت عنها لكم انشاءلا نهاركم رجعنا مرحبا بكم بعد الحركات الرياضية نحب نشكر برشا ريم البوسيلمي اللي رفقتنا على امتداد موسم كامل نقول هكا لانه بداية من اليوم كل مرة نذكر حد لحقيقة من الفريق لان الاسبوع قبل الاخير لنهاية موسم كامل من العمل في سباح الفل والياسمين الموعد الصباحي اللي رفقكم يوميا من الاثنين الى الجمعة الحال صيف نسمات صيفية وبداية الايام الاولى للعطلة الصيفية وهذاك عليش حبينا انه نحكيه في مواضيع عندها علاقة بصغيراتنا باطفلنا وبالعطلة بحذية سي سوفيان عشور سعيدة باستقبلك بحذية صباحك فلو ياسمين رئيس الجمعية التونسية للاولياء والتلاميذ بمدرسة موندس فرنس المدرسة الابتدائية مرحبا بك سي سوفيان بارك الله فيك وانشاء الله عيدكم مبروك يعيشك علينا وعليك يعيشك عليك افردها العطلة ايضا باتبيعة الحال يعني صغيراتنا وربي يفضلهم وربي يعطيهم الوقت الطيب عندنا ضوابط نقرأ فما مستلزمات للقراية ونصلع وزادة كيف كيف مش معنتها اعمل اللي تحب فما اشياء يزمها تكون موجودة فما يلزم يقعد شوية للقراية القراية ماهوش في المدرسة فما مطالعة فما هذه عنشتة ثقافية هتي يقوموا بها كيف كيف تساريات وعروسات ودرشوف ساعة نورمال مول عروسات خطيهم برا دوك يزن شوية نظموز صحيح هي عطلة ولكن مش معناها نخرجوا على التنظيم على فكرة هذا موضوعنا بعد شوية في الساعة الثانية تقريبا ميرفت لحكيري الاستشارية التربوية جي بحتنا مش نحكيه علامة يوسمى بالتخطيط للعطلة وحسن استغلال العطلة الصيفية موضوعنا معك في شق آخر جانب آخر سيسوفيان نحكيه على الإدمان الإلكتروني وللأسف يعني كأنه الإدمان هذية ينتعش أكثر في العطل كما العطلة هذية يعني بدأوا صغيرات نقولك معنا شي قرية شو يعملوا إليز أكران والشاشات خلا بدون بتفاهمين فما حاجة أساسية اللي راهي التكنولوجيا تابعة حياتنا التكنولوجيا هتي يزمنا نواكبوها وصغارنا يزمهم يعرفوها أما مش مش يتربوا كين بالتكنولوجيا رو احنا خليه نقول توا ولنا شو اللي نشوفو الصغار وربي فضلهم مرة أخرى رهم صلي عليهم فيقين هم وناشتين والوالدين الأم والبو الزوز إلي كانت تقلق شوية يمدلوا التليفون هو يسيبه ولا حطوا قدم تليفزيون هو باقي أبرك قدم الشاشة التلفاز أبرك خير من التليفون ولو إنهم الزوز فهمة معادلة يزمها تتلقى أما هذا مدلوا تليفون ولمدلوا تليفون رهم اللي ببي وهذه عملناها يعني بنسب متفاوت الخطأ هذه ونحن نشري لهم التليفونات وهل والشاشات هذه اليوم عنا أكثر من محمل كنجم نقول وعنا الجيمر عنا البلاي ستيشن يعني اليوم العالم هذا مغري صغير وحتى للكبير زي ما هو أساسا أحنا نقول المستنسين قبل بالتلفزة التلفزة ونبدأ قاعدين مرتاحين في دارنا في الدفاف في وقت الدنيا بالكليماتيزور ونتفرجوا هذين على رواحنا وتوا أكثر ولينا نتفاعل وزاد معاهم ونشوف ونحط البرنامج الذي يساعدنا باتباعة الحال هو ميال ويجذب باللخص الصغار ليه شنو الظرر في هذا سي سوفيا يعني اليوم أنت بديت بجملة قلت مهمة تكنولوجيا في حيات الصغار وتعاوية في حيات الصغار وتعاوية وحتى على نموهم الذهني والفكري وقت يوالي وقت يوالي نحكيه على إدمان لأنه فيها هالسانس بيجوغاتيف هذين قلوا إدمان وهم هذين عالميا وتفاهموا اللي حتى لسن الثلاثة سنين الشاشة لا مهما تكون الشاشة لا صحيحة صعيبة المعادلة تبقينا أرهو هذين علميا حتى الثلاثة سنين ما فهم تدخل بالطرف كما الماكلة الصغير وقت يبدأ ياكل وهو بيبي تدخل بعد أربعة أو ستة شهور لماكلة ندخله بالحاجة بالحاجة وهذا غذاء الروح لتنمي العقل لتنمي العقل بالشوية بالشوية لثلاثة سنين سهل السيطرة هنا مسألة فيها مسئولية يتحملها الولي كل مسئولية عند الولي يكبر شوية سيسوفيين يعني خلنا ناخذوا سن المراقة مثلا 12 سنت وإحنا طالعين يعني كيفاش نجمو نتحكم في استعبار صغيرات للمهدر قول هو البداية تبدأ من الأول من السن صغير بشي يتربى بشي شوية بشي رهو من الأول صفحة بيضة وأحنا اللي بش نكتبو هاتف الصفحة هذيك شنو اللي نحبو وبالطرف وبالطرف بتباعة الحال نعرف الكل اللي شارع يربي زالك كيف كيف أنني والصغار تعاند بعضها أنني فما أشياء يلزمنا نقاو حلول نحنا نعرف المحيط متاعنا عائلتنا كيفاش نتعاملو بتباعة إذا كان ناتي بش نتقواو مناش لأحنا لهنا حاشتنا بش ننميو كالصغير بش تتذر ومهوش هذي يش نعملو احنا كأولية يعني اليوم أنا عندي صغير في الدار مضمن على الانترنت ونحس وأنه بالغ في ساعات الولوج للانترنت كوالي أساسا نتقوا إذا كان نلقيت حلول على خطري سبني نفركس على حلول مش نعقاهم مع صغيري إذا كان استعص علي الشي هذي أراه ما عنديش حل آخر إلا من التجأ الأخصائيين هذي ما ما فهميش على خطر إذا كان مش نسيبه شنو اللي بش هو شنو اللي بش يربح وين بش يوصل وإذا كان مش نتقوا عليه هذي كيف كيف فما علاقة تنجم يلزم نشوفه أخصائيين هذي بش وفعلا سيستوفيان فما صغيرات ولا مراهقين يوصل بهم الحد إلى ضرورة يمشي عمرتيكي ويدخل للأنترنت بتليفونه اليوم فما مراهقين صعب شوية يرفضوا كلمة يرفضوا هال وقت اللي الولاي يجيب شي يمارس دور الطبيع هو عمرهم هذك هو هو عمرهم متيا غاديك يحس في روحه كبر وبدأت عنده هاتي شخصيت وما فماش عليش وأحنا بالأساس رهويا مرة أخرى نقولها ونعاودي يجبنا ندعم صغارنا بيش يكونوا عندهم شخصية متاحهم معنا نقاو حلول مرة أخرى لنفركس عن الحلول بيش نلقاوها على صغارنا في عائلتنا بيش يبعدوا على هذك بالأشياء اللي حبوها بتبيعة الحال وهذك عليش زينا نبدأ من الطفولة المبكرة وهذك عليش اليوم ربطنا الإدمان في ظاهرة إذا كان هو يشوفك في الدار من يرضع في البيبران ويشوف في الوالدين شدين تريفون وشدين لكرون ومواظ لأخرى نحن عندنا في تورس نبدأ بروحنا بتبيعة هذا هو نعطي المثال حتى رأيوا فما أمثلة في العالم متاع هاتي والدين وخلي نقول متاع أمات أنت وراء بيفضلكم على خطر أنتم السيس يعيش يفضلك الأم ما تعرف لتقرأ لتكتب ووصلت صغارها وصغارها ما في بينهم وشلي ما تعرف تقرأ وتكتب علش على خطر تشد عليهم الكراسة ويعرضولها ويجي ويفسرولها شنو اللي عمل وشنو اللي قرأ وهي تصلح بمعرفتها نعطيه المثل كيف نعطيه المثل العملية سهلة وقتين نبدأ مع صغارنا سهلة في قولانها أنبعتلي يلزم نجسدوها في الواقع نحط كتاب ونقرأ ما نقعدش نقرأ ونمثل مثالش نقولها نمثل على صغاري على الأقل يشوفون يشهد الكتاب عليش على خطر الكتاب هذيك عنده قيمة نمثل اللي أنا نقرأ أم عاتي قيمة للكتاب هذيك هو يقرأ هو لما حاله حتى ساعات ترى وتعمل حاجة حتى تحب تمثلها تعجبك أنا نتصور شد كتاب أقرأ ستاير اثنين توا يعجبك اليوم يعني بالحق اليوم يزمنا عائلة كاملة فرصة العطلة سي سوفين باش نطرح برشة إشكاليات توكيمة ظاهرة الإدمان الإلكتروني نحكيوا عليها عام كامل ونقولوا حتى أضرت حتى بالنتائج دراسية العطلة السيفية فما عدة أنا اشتزاد ثقافية سايرة والنجم نتبعوا والنجم نشجعوهم على هذاك ومرة أخرى نشجعوهم باش يتعطوا أي نشاط آخر نشاط رياضي نشاط ذهني يبعدوا على هال يبعدوا يلزموا يبعد يلزموا اليوم كي نحب نبعدوا على الانترنت رو يزمني نخلق له بدائل يلزم يلزم بتبيعة الحال هتي عندنا البحر ونلقاو حلول باش نلقاو نمشيو للبحر البحر رتي للي ينجم يمشي يشو سكن بحديه صح عليهم ولكن فما عندنا مواصلات نتزاد كيف كيف ننجم وننمشي وننجم نهز صغيراتنا روى كل وقت اللي نعديوه مع صغارنا والوقت هذاك هو مهم روى لك فما حاجة في الدنيا ما تتشريش هو الوقت منجموش نشريوه الوقت اللي تعدى نبنيو عليه ونستثمر الوقت مع صغارنا كي نكونوا معاهم يعرفوا اللي احنا وياهم ويعرفوا قيمتهم عندنا وبعدت الانترنت العائلات على بعضها يعني من مذارها زادة سوفيان أنه معناها بالحق يعني نلقاو كل واحد في بيت كل واحد في ركن منزوي صغيرات والمراهقين والأولياء في ضغوطات الحياة اليومية كما لو أنه بعدنا شوية بعدتنا شوية في هذا بعدتنا صحيح ما رهو هي زادة قربتنا راهي وسيلة تقارب هاتي وقت اللي يبدأ وحد عنده أخوه ولا عمه ولا في بلد خارجي هرهو أقبل بالتليفون وما نطولوش رتيحة بش نسمعوا صوت ولا الرسل هاتي بجوابات طوى مسألي علي بي نشوفوا صوت وصورة صحيح صحيح أما نقولوا هذا بش نقولوا راهو أحنا كيفاش نستغلوا الأنترنت يوم كيفاش ينجم يكون دوزاج كيفاش نجم يكون الدوزاج الأمثل يعني بش نستعمل نخلي صغار يتفرهدوا يستعملوا الأنترنت يكونوا عندهم علاقة بالعالم الخارجي بصحابهم اللي يكون اكتري معاهم بالأنترنت وفرض وقت نمنع ولدي من حالة الإدمان اللي تنجم تضره طوى وتضره من بعد كي يرجع يقرأ في سبتم واخرين نبدأ ساعة متفهمين على حاجة أنا هزيت بنتي لتبيب العينين وحكينا على الموضوع هذا قالت لها شوف عايش بنتي بش تشد تقعد على قدام ميكرون عندك مسموح لك ساعة غير بان فم التوقيت معين بعطيلي فمشكون اللي مدمن على الانترنت ومدمن على الشاشة نلقا حلول راهو نجي وبش ننقص العملية صعبة نلقا معادلة أنا نحكيو على إدمان نعود نحكي إدمان كيف ما أي حاجة ندمن عليها مش غدل ما نقص ها بالضبط واحد يتكيف في الدخان يجي يبطل هو أصلا ما بدنو يتفرع كيف وهاتي ما ما نمشيو بشوية بشوية ونقا هذيك عليش مرة أخرى راهو أي إدمان من المستحسن كونه نقا أطراف مختصة تعاوننا وتسندنا في التخطيط لشي هذي بش نجمو نقدمو ونلقا حلول أنت نجي من نهار وليلة هاتي نبطل الدخان معادلة صعيبة صحيح وخاصة أنه عنا الوقت الحقيقة في العطلة بش نقربو أكثر لصغيراتنا السوفيان موضوعنا مهم ببرشة لحقيقة وخاصة أننا نحن في بداية العطلة مهم أنه نبدأ من توا من توا ومن توا مزال الوقت على خطر نحن نزلتك كلنا نقول فما حاجة من نجمو وش نشريوها هو الوقت أما هاتي نبدأه وعلى بكري نلقاوا حلول ونجمو نحطوهم على أرض الواقع للحلول هذوما هذوما نزل عنا فترة نجمو بش نتخلصوا من الإدمان هذية بالمرحلة بالمرحلية أو بالتدريج كما قلت سيتك عنا الوقت بتبع منزلنا كي بدينا هيا السنة دراسية هاتي ما تسكرتش أما هاتي هنا نكمل في الأيامات متاحها أخيرة نربحوا الوقت هذية ونشوفوا النجمو ونتصلوا حتى بالمدارس فما مختصين في المدارس ينجموا يعاونونا ينجموا على الأقار يعطيون أفكار ونفهم زاد كيف كيف للتجارب متاع الأولياء أنت كل ولي وإذا كان نفهم برشة أولياء زاد عندهم نفس الأشكال مثالش أحنا هاتي من المنطلق هذية على الأقل للجمعية التونسية الأولياء والتلاميذ نحسوا ونحاول ونلقوا حلول هاتي في الأشياء هذه قبلها ونحسل حلول حتى من التجارب الأولياء يعني صلب الجمعية أصوات الأولياء بمختلف التجارب متاحهم مهمة في تعاطي مع برشة إشكالية على خاطر هذه التجارب نتقسموها مع بعضنا هاتي باش ننجمه كل واحد يبني على المثال اللي شافه ما ينجمش يعمل كيف كيف أما يلقى على الأقل الطريق ينجم يبدأ به وينجم يشوف كيفاش يتعامل مع صغاره ومهم مرة أخرى نحكيه على صحة صغيراتنا ورب يعطيهم الوقت الطيب باش يقدموا ويكونوا هاتي مريقلين نحبوهم تحصيلهم المعرفي جيد ونحبو خاصة توازنهم النفسي والفكري يكون جيد حتى نختم معاك سوفيان الجمعية هذية اللي أنت تترأسها جمعية تونسية الأولياء والتلاميذ تتواصل يعني تتبت في الصيف عندكم جروب عندكم طريقة للتواصل معاكم حتى ساعات يبدأ عنده فكرة كولي يحب يشوف طرقتولها وإلا كيفاش عالشتوها من أنا منظور كل والي يتعامل مع الأشكال هذه يعني مواصلين العمل نحن موجودين بالتبع بالأساس نحن أولياء ومعنا بالتبع الحال عندكم جروب فيسبوك مثلا بالتبع الحال عندنا جروب فيسبوك الجمعية التونسية للأولياء يتصلوا بنا ونحاول نتواصل معكم بطبيعة الحال يتواصلوا معنا هذه بعدة أولياء وكما نعرف في الفيسبوك كيفاش تتطرح والحلول التي نجم ونلقاها وغيره مرحبا للي عنده أي إشكال نجم نتواصل معه في كل وقت هذا اللي يسمح التكنولوجيا اللي أحنا نكون ردوا بالنا هذا الثمار متع التكنولوجيا هذا الجانب الإيجابي بتاعت التكنولوجيا اللي ميز نحجبه وقت نحكيه على المذار وعلى المساوة وعلى الإدمان شكرا لليك سيسوفيا عشونا وردنا بالحضور شكرا موافقين لحقيقة ونعرف العمل للولي البيولوجي ولا الولي الطربوي تنتهي بانتهاء السنة الدراسية شكرا موافقين الناس الكل وعشونا على الحضور معنا بعض الأنغام معنا زوز أصوات من أحلى ومن أجمل مأنجبة الساحة العربية يسرى محنوش من تونس وكاذم الساهر العراقي راجعين بعده مواصلين الاستضافات والمشوار إلى حدود الحادية عشرة صباحا من الأنغام ومن الموسيقى بسنفتح نفذة على الجمال على الفنون التشكيلية على الفنون الجميلة وصعيدة اليوم بسنحكي على دورة العشرين لمهرجين الفنون الجميلة سامية شاوش صباحك فلو ياسمين شاء الله كل عام وانتحية بخير مديرة المهرجين هذه مهرجين الفنون الجميلة مرحبا صحة على الاستضافة شكرا عيدك مبروك وإن شاء الله سنين دايما لك وكل مشاهدينا من المونستير بحثنا سيحة مادية تريمش رئيس جمعية الفنون الجميلة صباحك شكرا عيدك مبروك بكل شيء وصباح الخير وطبيعة الحال مشكورة تلفزة تونسية معناها على تجيح الفن وللتظاهرات الجمعياتية المهرجين دولي الفن الجميل ابن نستير له مكانة مرموقة نظرا لتنوع الأعمال التي تقوم بها وذلك بشهادة معناها للفنانين التشكيليين المشاركين في الدورات السابقة ممتاز وحنا اليوم بدورة دورة عشرين تبقى لها جميلة فنون جميلة تم تكوينها معناها سنة 2004 وأول مهرجين كان سنة 2004 وإن شاء الله معناها يكون النجاح كامل للدورة عشرين 2024 دورة ما يشبل الهينة عشرين يعني في تاريخ وفي عمر أي مهرجين سيحة مادية هكذا يعني حتى احنا شباب يعني يوصل عمر عشرين سنين يقول لك عمر النضج يعني هل هو عمر النضج المكان المرموق التي احتل بها المهرجين الدولي وذلك بشهادة للفنانين المشاركين في المهرجين الدولي والتونسي يعني الانجار يعودوا يأتي معناها أحنا الأبعاد بتاع المهرجين اللي فيها أو الحاجة معناها البوعد التشكيلي وما كذلك معناها البوعد الثقافي نظرا لرحالات التي أقوموا بيها لاستطلاع من الفنانين الخاصة للأجانب بتونس أتوا نرجع وخاصة حتى الموقع اللي ينتظم فيه الدورة الحالية هو أيضا حالي بأنه نتوقف عنده مدام سيمية أنت مديرة الدورة هذه حملك مسؤولية أنك تكون على رأس المهرجين في دورة العشرين؟ صحيح مسؤولية كبيرة إن شاء الله ينجحها المهرجين هي دورة إن شاء الله نتمنوها تسنين تكون متميزة الدورة العشرين بشعارها المونستير عطر الألوان ضم إن شاء الله فنانين من 21 دولة بتبيع قرابة 50 فنان قاعدين الراول كلهم موجودين على 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 ما نسميه لا فيش شكرا المعالقة كلهم موجودين 50 المتركين 50 فنان أجنبي مع 16 فنان تونسي ممتاز دونك اليوم منين الجنسيات من أي دول بشيكونوا حاضرين ممتاز معنا بتبيع من ليبيا جزائر للأردن من فلسطين من سوريا من أوروبا فيهم مشاركين لأول مرة لأنهم حسب ما فهمت من سيحة ماري فما ليوليوا زوار دينين أصدقاء المهرجين اللي هما كل عام يجيب ويجيبوا أصدقاءهم الفنانين سيدا تشكيليين اللي هما يعرفوهم بالجمعية مميزات هاي والي كل عام يحضروا المهرجين الدولي ليت عادة معناها ممتاز وبتبيع ديما فهمت ديما فهمت أنا حسب مرات يا حمادي أمور هاينا واضحة حمدول الله محاضرين رواحكم متهيئين جهيزي جهيزي يمتعكم على شدها يعني المهرجين يبدأ من 22 يتواصل إلى 30 جوان المعال قرينيها لا فيش موجودة حاضرين ولا في اللمسات الأخيرة لأنه قل وندر يجيب بحذية ويبدأوا ما شاء الله عليكم حاضرين هكا يعني قبل بمديدة الحمدول يا ربي خاطر المهرجين من التحذير بتاعه مش من أمس ولا أولامس ومعنا بداية من شهر جنوبي 2024 يتم معنا الإعلام بعقد المهرجين قبل 6 أشهر يتم إعلام معناها عن طريق معناها الفيسبوك معناها واحد والمرسلات للفنانين الأجانب بطبيعة الحال معناها واحد فهمة اللي لبي الدعوة وتعرفوا معناها واحد فهمة مساهمة ماديا من طرف الفنانين اللي ما تصيرش معناها في مرجانات أخرى يعني يحتضنوا هالمهرجين هو شو اللي خلات معنا كما قلنا فهمة أبعاد المتنوعة بتاع المهرجين تخلي أنه يجي معناها واحد منه يساهم الفن تشكيلي منه يترفع لأنه فهمة طرفية فهمة معناها الصهريات معناها التطبيفية الترجيعية أتواجيب للجوان بالأخرى أما خلينا الفن التشكيلي الصرف يعني كيفش خممته كيفش فكرته ودام سيمية وسيحة مادي إنه المهرجين هذية يكون بالحق عطر للمونستير عطر الألوان في المونستير يعني اليوم هالربط هذية كيفش بش يصير كيفش بش يتم هي المونستير بتبيعتها مميزة معناها بموقعها ومميزاتها سياحية يحبوها برشة توينس أو الأجانب ويقعدوا ديما حتى اللي شاركوا معنا ديما كل عام يحبوا يرجعوا لها كل عام نعطيوا شعار للدورة وإن شاء الله كما قلت لك الدورة هذه تكون أما المهرجين يزيدها جمالا ويزيدها عطرر ويزيدها بريق في عينين التوينس والأجانب بيبشي حضروا والفنانين زداء اللي هما اللي يرسموا ديما لوحاتهم تكون معناها مستوحات من المستير ومن جمال تونس لكل الخطر ديما نبدأوا أول المهرجين برحلة اللي هما نهزوا مثلا نسنا برمجنا اللي هو بش يمشيوا مدحف برد وبعد بش يمشيوا يسيدوا بسعيد ويمشيوا القربوس الحمامات اللي هما ديما لوحاتهم تكون مستوحات من اللي يشوفوه في تونس معناها بعيونهم يشوفوهم في لوحات يرووهم في أعمال فنية ويمشيوا لهم على عين المكان فكرة طريفة وذكية زيدها سيحة ما دي مترويج للسياحة زيدها فهم البعض السياحية مدينة المستير مدينة سياحية في حال فهم البعض السياحية الموجود وإحنا كذلك نخرجهم في رحلة معناها الاستنباط لزيارة معناها تونس وزيارة معالمها الأثرية أنه معناها يكونوا على العلم بتاريخ تونس وذيكا تخليهم أنه هما يتباشوا بالنوعية الفقرات متاع المهرجان فرون جميلة بالمستير وذيكا كما قالت وما دام سامية معنا واحدة الخمسين فناننا نحب أن يكونوا ثمانين تسعين لكن الظروف المادية هي اللي خلتنا معنا واحدة الدورة اللي فيت تقدش كان فيها طوالتنا شوية كان فيها ستين فنان أجنبي أي بهم يعني بأسناء أقل بعشرة أسناء أقل بعشرة علش الأمور المادية هي اللي خلتنا أحنا معنا محتاطين لأنه بتبعية الحالة نتمنى باش معناها لسلطة المحلية والجهوية والوطنية أنه تاخذ بعين الاعتبار معناها الظروف اللي تعيش فيها معناها اللي تعيش فيها المهرجان لكن بتبعية الحالة احنا قادين عاملين مجهود دونك عنا تكلفة متاع إقامة حجوزات إقامة تنقل تنقل خاصة أن الرحلات لنقوموا بيها معناها الزيارات هذه كلها على حساب الجمعية ثم أنه الفنان التشكيلي موجي يجيب لاشه والسفر متاعوا على حسابه ثم عنده مسامة في الإقامة اللي ما يلقاه هاش معناها واحد فنانين أخرين أنه يجيوا من يلقاه الإقامة السهلة ومجانية نحن لا وهذاك اللي خلاتهم رغم اللي يفهم معناها فما معناها ثمن دفعوا أنه يجيك ويعيش معناها فترة المهرجان هذهك اللي هي معناها مبينة ثمانية وعشر أيام ممتاز وعشر أيام ما هيش هينكي نحسبوها يعني بستيلوا الورقة تكلفة للإقامة هذه الكل ورغم هذين نلقاوا حجوزات ورغم هذين نلقاوا لا فيش المعلقة حاضرة بل بمدة وناس تحب تجي وتصر أنه تكون وفية للمهرجان هذين اليوم عندكم مسؤولية أيضا في أنهم يعشقوا المستير ويعشقوا تونس ويجيب من سنة إلى أخرى من دورة أخرى لميز الجمعية اللي هي متوقمة مع أربعة تشن جمعية مماثلة في العالم حسنا إن شاء الله بيش يكونوا حاضرين معنا جمعية كهرمانة من العراق وجمعية سربية يقول كل رئيس جمعية تجيب وفد معها من دولتها وكل عام تتميز أنها تجيب فنانين جدد ممتاز إن اللي شدني لحقيقة هو إنها زد في ربات المنسير يعني الفضاء مميز الفضاء مزيين الفضاء يعطي صورة جميلة أيضا على تونس إن شاء الله بيش يكون هار خمسة وعشرين بعد الرحلة يبدأوا الورشات تحت الصور اللي هما خمسة وعشرين وستة وعشرين تكون بداية الأعمال معناها الناس كل تجي معناها تشوف كل فنان بيش يتميز معناها تقنية بتاعه خصوصيته اللي يحبوها برشة بان كم العملية سيمي حتى نفهم شوية يجيبوا لوحاتهم جاهزة ويعرضوها في رواق البطلة المنسير وإلا يجيوا يرسموا على عين البكان يرسموا على عين البكان اللي يميز المهرجين مش معرض اللي هي ورشات تصير على عين المكان معناه ياخذوا اللوحات بيضاء يبدأوا يخدموا كل واحد معناه التقنية بتاعه فما الناحد فما الخزف وفي العادة يعني يكون الموضوع كله على تونس هما كما قلت لك يستمتوا من رحلات من اللي يشوفوها في تونس وفما اللي عنده خصوصيته معناه هو يخدم الحاجة اللي متميز بها الأعمال هذية تقعد؟ تقعد معناها؟ تربحوها أخنا موجودة نجمو بعد نهارين ذوكم يكملوا خدمتهم في النزل والأعمال النهائية اللي هي تتعرض في رواق المارينة المعرض النهائي للأعمال المنجزة يكون اختتام في رواق المارينة اللي هو مقر الجمعية ممتز الأعمال تتحط فيه اللي هي يميز الجامعية المتحف الدولي اللي هو يضم أكثر من ألفين عمل ثمنا تسعتاش ندورة آه ما شاء الله يعني عنا توا ألفين عمل اللي هو محصيلة عشرين أقبل العشرين تعتاش ندورة مع عديد المنحوتات سيحة مادية أحكي بالحاجة الماهمة هي معناها يتخدغطها في رواق الماثنين عن مستير أنه خروج الفنان إلى وسط المدينة المستير أي لمدة يومين كما قالت مادام سامية أنه تحت السوري يتم معناها واحد قيام بخيمات والفنان التشكيل معه كم أمكانية أنو متساكنين المدينة يشوفو عمال الفنان التشكيلين قد يصوروا ثم أحتكاك بالطلبة الطلبة مع الفنانين الأجانب طالبة من جمعية رجم Else بمهدية و بسوسة أنه يحضر الغدكاء ثم حتى الوديد الزائرات ويشوفوا فنين تشكيلين بناها الدوكاليتي قاعدين من يسوروا فما معناها استنباط وفما احتكاك معناها يسير هذه الحاجة اللي ما ناخذناها من دورة 18 وإن شاء الله نوصل فيها معناها بنجاح تحضروا أنتوماس يا حماتي يعني كنت ناخذوا الاتجاه المعاكس لأنه قتل توقم مع عديد الجمعيات المشيبهة أنتوما تمشيوا أيضا يعني تحضروا معهم الثانية مسافرة قريبا لسربيا هي وعدد من الفنين التشكيلي من مستير في إطار التبادل الثقافي ممتاز الحاجة الهامة التي نقولها هو أنه معناها سنة 2012 بلدين مستير معناها مشكورة معناها تم أسنط مقر معناها لبعث متحف للفن الجميلة نظرا للرسيد الموجود معناها من اللوحات التشكيلية وسنة 2018 تم تدشين المتحف بالطرف سيد الوالي مستير وفي شهر 1 ديسمبر في 2013 تولى سيد والي من المنستير معناها تمج المتحف في المسلك السياحي وهنا نقوله دعوة دعوة معناها للوكالات الأسفار ودعوة للمندبات الجهوية للثقافة بمعناها إعلام أنه في منديل المنستير في المتحف الفن الجميلة اللي يحتويه معنا حاليا اللي يجمي يكون نقطة في المسلك السياحي في المسلك السياحي أنا نقولها بكل فخر معناها سيد وزير الثقافة في 2016 وقتها ما عناش متحف عنا دبو نقولها كي قال الشيء اللي عندكم هنا أنا ما عنديش في الوزارة الكاليتين معناها بتاع اللوحات الكاليتين معناها من الفنانين ممتازين وبيعيوننا يعني العالم أجمع بتبيعة الحال معناها واحد وعنا كذلك معناها قاعة تم معناها تخصيصها للوحات اللي هي تهم مستير ومشكورة معناها مدينة منصر متؤمن مع مستير اللي معناها عاونتنا لتوسيعها معناها للمقر وإحداث معناها قاعة منصر حتى تنجم وتستجلب وحتى تنجم تتعلقوا لوحات جديدة فممتوشي في كتاب الوصف سنوين عندنا ألبوم معناها للمهرجان الدولي نقوموا به معناها واحدة ويتم معناها كذلك ما سنادوا للمشاركين معناها في كل دورة يتم سنادوا للمشاركين عربون ذكرى يعني ذكرى من كل دورة وإن شاء الله وإن شاء الله نقولوها بكل فخر أنه نصير معناها التوسع للمتحف خاطر البلدية كذلك معناها تم تولد سناد معناها مساحة 1500 متر وربع لبناء معناها التوسعها هامة بطبق أرضي وطبق أول وتكون معناها رواق للفن التشكيلي معناها بمستير إن شاء الله إن شاء الله بالطول العمر سيحة مدين بالعمر الطويل إن شاء الله للمهرجين هذية وللقائمين عليه الساهرين عليين إن شاء الله ربي وفقك زيدا مدام سيمية في مهمتك هذية نعرف ما هيش هينة وخاصة المسئولية وقت اللي تكون قدام زوار أجانب بشيروحوا بذكريات من تونس وقد يكونوا مشاريع لي معناها زوار في قادم الأيام هكذا ولا يسادي نجد الدعوة للناس الكل بش يحضروا في الافتتاح إن شاء الله بش يكون نعره 22 الستة الافتتاح في المتحف الدولي اللي حكينا عليه المتحف الجمعية اللي هو فرصة بش يشوفوه هو كما قال سيحمادي مفتوح معناها للعموم بالنسبة لكل إن شاء الله بش يكون الافتتاح يوم 22 سبتنين عشرين والورشات خمسة وعشرين وستة وعشرين وورشات كما قلت لك مفتوحة بش يشوفوا الفنانين وفما وورشات زادة للشباب وللأطفال ينجموا يشوفوا عديد المهارات ممتاز ويمشيوا يتمتعوا يعني حتى نحيوا حتى على التوانسة يمشيوا يتمتعوا وريوا صغارهم احنا في عطلة ويكا يمشيوا يشبعوا بالجمال وبالألوان كلمة أخيرة سيحمادي ثم خاصية أخرى معناها في النشاط الفناني هو تصفير تحت الماء بقنية جديدة ثم ثلاثة أبعاد احنا قمنا بها تروادي احنا قمنا بها سنة 2016 معناها بفنان أمريكي اللي معناها تولى في المارينة متعمل ستير القيام معناها بلوحة تروادي وان شاء الله معناها نحقها في المارجنت المقبلة وتبيعة الحال معناها خطر التكاليف معناها هامة واحنا الدعم المادي هو اللي يخلينا معناها نتفتحوا على معناها على نوعية التصوير التصوير تحت الماء قاعدين نقوم به كل سنة مع جمعية أزرقنا الكبير مشكورة وبطبيعة الحال معناها هاتها زيارة اللي قموا بها من الفنين لزيزيرة قوريا تخليهم معناها باش يستمتوا باش معناها يأخذوا معناها واحد فكرة على مستير وعلى المناطق السياحية متاع مستير إن شاء الله يأخذوا كل الأفكار المزينة على مستير اللي يتمثل في جزء منها فكرة على تونس وهذاك اللي خلاهم أنه يعاود يجيوا المستير كسواح وهذا اللي قولنا نحكيه وجيبوا لعائلاتهم ثم هم يروجوا خاطر يقول لني معناها كي يجيك معناها فنين تشكيلي من اندونيسيا معناها توقت بات من دول الفريقية صحيح وهذا من رهانات اللي تشتغلوا ويقضبين الشغل عليها كل مؤسسة نحن نسناعنا من كونديفار معناها فنين تشكيليين نحن من القابون فنين تشكيليين نحن من اليابان وإن شاء الله معناها يكون لدينا فنين تشكيليين من الصين نحن نمشي في الاتجاه لتنويع الفنانين من كامل القارات أنه مستنسيين بالفنانين من أمريكا من أوروبا من شبال من الأسواق التقليدية ومن أجنب المعتدين الكلاسيكيين لا لاجنة من أوروبا أنا طوما دم سامي قالت الدول العربية أما من أوروبا عدت لابس به معناها من فرنسا من إسبانيا من بورتغال معناها من إيطاليا من تيس لحقيقة نشجع نسكل بش نمشيوا ويزوروا الرواقة هذية في ريبات المنستير ونتمتع بجمال هاللوحات هذية من العالم الكل خلينا نقوله بصبغة دولية عالمية سيحمادي سونيت كنفانقو هذي إن شاء الله مش نجيوا ونتبعوا ونشهدوا إن شاء الله نساعد مضحبة بيك المنستير معناها واحدة ومشكورها معناها تلفزة تونسية معناها على معناها كما يقولها الدعاير تقوم بيها معناها الجباس الجميلة المنستير وإحنا كما نقوله واحد ديما أخلوا أحنا ديما نقوله معناها خدامة المجتمع المدني ربي فضلك سيحمادي هذي من شكوش فيه الحقيقة لأنه برشة وعي ورشة محبة وبرشة وطنية وراها التظاهرات اللي هي ثقافية ولكن نشوف الأبعاد الأخرى اللي تنجم تشتغل عليها وتنجم تخدمها مدام سيمية شكرا لك وشالا موافقة وشالا ترجع لنا تحكي لنا على رحلتك للسربيا في الأثناء معنا حسني دبيش مباشرة من شيرة على حبيبة بورقيبة حبينا نشوفه معاك عودة الحياة بعد العيد الأذحى المبارك ثالث أيام العيد عادة الحياة لأبرز شيرة في الجمهورية التونسية شيرة العاصمة لحبيب بورقيبة وإلا لا حسني صبح النور إناس وعيد مبارك لجميع المواطنين والمواطنات في داخل وخارج الوطن اليوم الثالث بعد يومي عطلة بعد عطلة عيد الإفحى المبارك الحياة يناس تعود تدريجيا الحياة العادية ونحن الآن في شارع على حبيب بورقيبة بالعاصمة باش نلاحفو نشاهدو عودة عودة الحياة تدريجيا معايا مواطن باش نسألوه كيفاش ريت اليوم الثالث بعد عيد الإفحى كيفاش تفعلت مع شارع على حبيب بورقيبة فبدأت ترجع للحياة والله باهي الأجواء بتترجعك عادية إن شاء الله بعد احتفال بالعيد الأضحى والحمد الله معناها تفرحة الناس بالعيد الأضحى ورجعت الحياة التدريجين بشوية بشوية الأجواء بشوية بشوية ما فماش باكتفاذ كبير لبس ما زالت شوية بشوية بشوية ما زالت العباد معايدة ما زالت شوية لأمور معناها ما زالت العباد تنجمو تقول في بيوت معايدين تود بشوية بشوية من الغضوة تبدأ تتحرك لأمور إن شاء الله بقدرة تربي لجوها بشتتحسن الحاجة الباهية اللي عشبتني هي التنظيم البلاد من الأمن كيفاش عديت العطلة تعيد الأفحة في الدار كيفاش كانت الأجواء كيفاش كمقبل كمتوت ولا تبدلت لأمور كأيوها الناس عيادنا كم الناس إذباحنا عيادنا تفاه تفرعدنا وهنا بشوية بشوية نرجعوا الحياة العادية بشوية إن شاء الله ما يقولوا الإدارات اليوم مزلوا في عطلة ولا بدوا يرجعوا الإدارات ركب شوية مقاهي أنا شوية مطاعم والله نتصور الحمد لله الإدارات رجعت والمقاهي بدت بشوية كما قلت مزال تشتر العباد معيد الإدارات بقدرة ربي ماشي لأمور إن شاء الله بتساعدين إن شاء الله ماشي تتحرك لأمور لبس لبس الحمد لله كل شيء لبس شكرا بركة وفيك نخفو مواطن بابا كيفاش اليوم ريت اليوم الثالث بعد عطلة عيدة الأثناء بل كل شيء نحب أن نعيد على نسكل في طول السكل في طول السثناء الأمور والله يعني واحد من الناس باهية نكذب شعليك جيت من الجندوبة السيركلا السيام صرحة الأمن موجود ثم العباد تحترم في رواحة حصيل وعجبت بالنظام بالنظافة تاعة البلاد إن شاء الله ترجع تونس كما كنا نحبه إن شاء الله يا رب هدوء معناها محلها اليوم هدوء معناها هذك هدوء عن محارب بعد جهد العيد والشريان والعلوش واختار واختار في النساء نحب هذا ونحب هذا جهاز جهاز كبير لكن الحمد لله تعدي العيد لباس كيفاش كنت أيام العيد جو كبير حركية كبيرة 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 في كل شيء مع الأسواق معبية المجازينات معبية الطرقات معبية لكن الحمد لله لا يوجد حوات لا يوجد مشاكل والحمد لله تعدى بقدر شكرا شكرا جزيلا إن شاء الله عيدك مبارك إنس كما تلاحفوا الأجواء في شارع لحبيب بورقيبة وعلى هذه الأجواء والهدوء في شارع لحبيب بورقيبة نخلي لك الكلمة إنس شكرا لك حسني دبيش شكرا جزيلا على هذه النقطة الخارجية لأنه بالحق يعني عيد الإضحى ثلاثة أيام وحنا في ثالث أيام العيد نتسأل حول عودة الحياة بمعنى الحياة الاقتصادية والحركية الاقتصادية أساسا هوني في البلاتون نحكي الجباية في موعد القارب الثلاثين معايا سيباسم عزيزي مرحبا بيك كل عام وانتحاي بخير سنين دايما العيد مبارك على جميع التونسين وجميع الأمم الإسلامي أمين يا ربي إن شاء الله كل من يشاهد فينا إن شاء الله عيدي وسنين دايما وإن شاء الله بالخير مرة أخرى واليوم والبركة قل يسيباسم اليوم موضوعنا مهم برشا على إيقاع العطلة الصيفية والأمواج إن شاء الله من الأفواج الوافدين علينا من جالتنا بالخارج موضوعنا حساس وفي توقيت مناسب حساس خاصة الإجراءات الديوانية دايما نحاول على التوعية من الجالية التونسية بالخارج قادرهم برشا ممكن يعرفوش الإجراءات ثم شكونية جهلة وثم شكون ما يعرفيش ولهذا نبسطو الإجراءات نعطيه أكثر المعلومة خاصة اللي يجهلوها لأنه تعرفها عامنا مش ما نحكيوش على شق آخر يمي يجهلهاش ويعرفها ولكن وسوء النية ذيك سوء النية مش نبذيوها حين عطيوصورة كاملة بالضبط خاصة نتعفل في 2023 راني نتجوزنا ستملين مسافر ونعفو الاقتضاظ في المعابر الحدودية سوى بحرية أو الجوية أو البرية في الإجراءات اليوم اخترت توريد العملة يجيوهم من بر يجيبوا معهم فلوسهم لكن ثم إجراءات لازم يكونوا يعرفوهم أذكرتهم في لوحات البيانية ثم شروط تشنحكيهم ثم حاجة برك راهو لازم نقولوا عليها راهو توريد العملة حر حسب بجلت الصرف تجيب معك اللي تحب بمعنى ما فماش ثقف أقصى حتى ثقف يمنع يمنع المبلغ الأكثر اللي بجيبوا معاك مثلا ماش حتى ثقف لكن ثم شروط نحكيه سيولة ولا نحكيه نحكيه على سيول تحويلات بنكية هذي كأمر آخر نحكيه سيولة يعني نحكيه على سيولة اللي بجيبها معاك وانتي داخل تونس بيه ثم ثلاثة شروط يقولي إيش بريط التصريح تكون فيها ويرد اليهم الشرط الأول اللي كتجيب معاك مبلغ يتجاوز يعادل أو يتجاوز 20 ألف دينار هذي الشرط الأول يعني كيقوله 20 ألف دينار أو ما يعادل بأي عملة أجنب ينقلوا تقريبا 6 ألف أورو أو ما يعادلها بالدولار المهم يعادل أو يتجاوز 20 ألف دينار هذا واجب التصريح به في الديوانة وهذا راه موش من مجال صرف هذا في قانون مكافحة الإرهاب هذي الشرط الأولين ولي وجب التصريح فيه الشرط الثاني من غير ما يسألوه سيباس وهو داخل في إيطار الإجراءات ويصرح بهذه قبل التفتيش يتجه للمكتب الديوانة ويقول عندي أراني عملة بتصرح به أو في السؤال الشيفاهي وقت يتصرحون ديواني يقولوا عندك حاجة حب تصرح به قلوا يروا عندي معايا فلوس أنا عليه سألتك لأنه ساعات ما يسألوناش يعني ساعات ما يسألوهم شي هكا ولي هو تلقائيا تلقائيا قبل ما يبدأ إجراء التفتيش لأنه شوف نظرة الإكتظاث خاصة في المعابر ونحب نبسطها في سعره ثم ثلاثة أرويقاء الأخضر والبردقالي والأحمر وحسب أنت وشنو يجيب معك بيضع سيارة عادية فاز مصافرين عاديين بشعد أفريق الأخضر نقاش يستنى راول يجيب معهم برشة بش وبرشة واحد ربش تقوموا معهم في الانتجرال يعني في الأحمر اللي هو في التفتيش الدقيق وهذه قبل ما تبدأ إجراء التفتيش راهو لازم أنت تصرح تقول راهو معايا عملة أجنبية لأنه بعد ما يتم التفطن لها راهو شوف أغلبية الناس مشوفي حسن نية لكن كتكون أنت بعد سؤال شي فيه وما توجهت المكتوب بدأت إجراء التفتيش يقع عندك راهو مبلغ يخذع لي قاعدة إثبات المصدر كان أنت المصدر متاعه خاصة بعد أن نحكي راهو في الثلاثة الشروطة هذومة راهو حتى في الرجوع كيف كيف بش نعود من البسط الإجراء اللوليني اللي هو إذا المبلغ يوعد أو يفوق عشرين ألف دينار ما يعيدوله بالعملة الصعبة معناها ثانيا إذا كانت العملة متاعك بش تصبها أنت في البنك وعندك حساب يعني بالعملة الصعبة راهو متجم تصبهم في البنك لأن البنك يصب منك التصريح الديواني وهو وثيقة أساسية وثيقة أساسية بالضبط وهو جنو العاوني ديواني في جام بش تمدلوا الفلوس بش تحسابهم ويعطيك التصريح متاعك يعني إجراء بسيط إلي يعني في الوقت إلي في الوقت والشرط الثالث إذا هو أنت في العاودة متاعك بش ترجع معاك مبلغ يعادل أو يفوق لخمس آلاف دينار وطانا رجعوا لها كما يكونش عندك التصريح متاع التصريح الديواني عنده الدخول راهو في الخروش هذه النقطة اللي حبيتنا رجع لها راهو بش يقول لك المبلغ هذا وين ومنين جبته كان عندك المصدر متاعه راهو نقول لورا ثم مخالفة وثم حجز المخالفة تكون عندك إثبات المصدر متاعه واشبتهم البانكة في تونس أو عندي المصدر متاعه لكن معاك ما عليش مصدر منين أموال هذيك راهو معاك ثم مخالفة نحكيوا على حجز المبلغ والهما ثلاثة إجراء نعود نذكر فيهم فيسع هما الشرط الأول إذا كان المبلغ يعادل فوق 20 ألف دينار الشرط الثاني كما تشتبهم في البانكة راهو لازم التصريح الديويني سينو ما يقبلوش عليك العملة الصعبة وثالثا هو إذا في شرط العودة يعني المغادرة نحمل معاك مبلغ يساوي أو فوق 5 ألف دينار وهذا يمنعنا يمنعنا من المخالفات وتداعية المخالفات أكيد خاصة الشرط الثالث يعني تصدير العملة بدون ترخيص بنك المركزي وهي تعتبر مخالفة في النسائح نتوضمها الكل نقولوا عليش نحن الشروط هذو ما علينا ذكروا بهم ووجو بيت التصريح أنا نقول حتى جايب معاك 500 أورو تعمل عليهم التصريح عليش لأنه ثم امتيازات جيبائية للمواطنين بالخارج خاضعة لازدهار بالتصريح لتعديونا كي جبت معاك العملة صعبة من بر خاصة كي مش بدنا نتزي بي اخر مرة في اختناء الأراضي أو العقارات القابلة للسكن أو نقولوا مثلا أنا نعيش البر قعدت سني ربي جبت معاك فلوسي واخليت عقار جيت نهار خضعت المراجعة جيبائية من أين لك هذا في حفو السؤال هذه معروفة من أين لك هذا يكون عندي التصريح الديوانية موجودة عندي وراء نحب نذكر بنقطة التصريح الديوانية يعني اتمتعوا ببعض الامتيازات الجيبائية التصريح هذه يستحفظ بها يستحفظ بها طيو احنا في تكنولوجيا يعني نجم أنا الوصل نتصور ونخليها عندي نسكاني نخليها عندي يعني في الحاسوب أو حتى في الهاتف حتى ونهارت اللي ذا عندي الرفيرانس نتاعه متاع الوصل نجمد حتى نسخها من الإدارة المعني والنسبة يعني الامتياز الجيبائي مهمة مغلية معنى محافظة محافظة خاصة نقودك في قتناء العقارات يعني تصور أنت من تسعة بالمئة قيمة تزيد تخلص واحد بالمئة فقط قيمة تزيد وعديد الامتيازات الأخوين رفوا الاستثمار وغيرهم الاثبات مصدر التمويل عنده دورة كبيرة في زميع امتيازات وخاصة نقولك خاصة مع إدارة الجيبائي في صورة خضوع المطالب الأدام يقولون مواطنين يعني في صورة اقتناء عقار ومعندوش المصدر عنده اثبات المصدر بتاعه التصريح الدواني أنا جبت معايا عملا صاحب هو أغلبية الناس لو طوي أنا ديما أقول السلامة المعلوماتية ناس كل تخدم على تحويلات البنكية اللي تكون أكثر أمان وأكثر ضمان قد تجيب معاك فلوس برك يعني يكون موطن كبير مبلغ كبير ما نقرأ وش حساب قدي هنا برك البره انتي خارج ما تعفل أقدر الله كتكون عندك تصريح دواني متاعك يحميك من كل شيء ولي هذا بس نذكره وتكون أمورك داخل أطر القانون القانونية أكيد أنا قلتك رودي ما نمشي الحسن النية لكن إجراءات هذوم الكل كما تعملهم مش رو يولي فيها سؤنية ومخالفات وفي صورة عدم أثبات المصدر تولي ثم حاجز متاع للأموال باش ما نوصل لهم بش هذوم الكل ولا يعظر الجه سيباس انتجاه للقانون يعني اليوم محمول عليهم واجب معرفة هل القواعد والضوابط هذي الكل وحتى رو داخل البلاد التونسية مش نحكي كان حد دي وين أبرك في بعض النصة يجب عدم التعامل بالعملة الأجنبية في تونس من الأنغام ومن الموسيقى بس نفتح نافذة على الجمال على الفنون التشكيلية على الفنون الجميلة وصعيدة اليوم بس نحكي على الدورة العشرين لمهرجين الفنون الجميلة سامي شاوش صباحك فلو ياسمين شاء الله كل عام وانت حيا بخير مديرة المهرجين هذي مهرجين الفنون الجميلة مرحبا صحي على الاستيضافة شكرا يعيدك مبروك وان شاء الله سنين دي ماليك وكل مشاهدين من المونستير بحثنا سيحة مادية تريمش رئيس جمعية الفنون الجميلة صباحك فلو ياسمين وبرشا ألوان سيحة مادية بحكم هال المهرجين هاللي فيه الألوان هي الطاغية هي العنصر المميز شكرا عيدك مبروك بكل شيء وصباح الخير وصباحة الحال مشكورة تلفزة تونسية معناها على تجيحة الفن والتظاهرات الجمعياتية المهرجين دولي الفنون الجميلة بن نسير له مكانة مرموقة نظرا لتنوع الأعمال التي تقوم بها وذلك بشهادة معناها للفنانين التشكيليين المشاركين في الدورات السابقة ممتاز وحنا اليوم في دورة رقم عشرين بطبيعة لها جمعية الفنون الجميلة تم تكوينها معناها سنة 2004 وأول مهرجين كان سنة 2004 وإن شاء الله معناها يكون لنجاح كامل للدورة عشرين الفين واربعة وعشرين دورة ما يشبل الهينة عشرين يعني في تاريخ وفي عمر أي مهرجين سيحة مادية هكا صحية صحية في المهرجين دوليين وتونسيين معناها الأجار وعناها قاعدين يعاوض يجيو معناها واحدة أحنا الأبعاد المهرجين اللي فيها أو الحاجة معناها البعد الفني التشكيلي وفما كذلك معناها البعد الثقافي نظراً للرحالات التي قموا بها لاستطلاع من الفنانين خاصة الأجانب بتونس وبالمعالم أتو نرجع حتى الموقع اللي ينتظم فيه الدورة الحالية هو أيضاً حالي بأنه نتوقف عنده مدام سيمية أنت مديرة الدورة هذه حملك مسؤولية أنك تكون على رأس المهرجين في دورة العشرين صحيح مسؤولية كبيرة إن شاء الله ينجح المهرجين هي دورة إن شاء الله نتمنوها تسناء تكون متميزة دورة عشرين بشعارها المونستير عطر الألوان الضم إن شاء الله فنانين من 21 دولة بتبيع قرابة 50 فنان قاعدين الراول كلهم موجودين على 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 شنسمي وهال شيطان لا فيش لا فيش شكراً شكراً مطوية مطوية كلهم موجودين خمسين المشاركين مجلسين أجنبي معا 16 فنان تونسي ممتاز دونك اليوم منين الجنسيات من أي دول بشيكونوا حاضرين من عدة دول معنا بتبيع من ليبيا جزائر الأردن من فلسطين من سوريا من أوروبا فيهم مشاركين لأول مرة لأنه حسب مفهمت نسي حمادي فما يوليوا زوار لأصدقاء المهرجين اللي هما كل عام يجيب أصدقائهم الفنانين تشكيلين اللي هما يعرفوهم بالجمعية ومميزات هاي وليه كل عام يحضروا المهرجين الدولي لتعادم معناها ممتاز وبتبيع ديما فمجد ديما أنا حسب مرات يا حمادي أمور هاي واضحة حمدول الله محاضرين رواحكم متهيئين جهيزين جهيزين يمتعكم على شدها يعني المهرجين يبدأ من 22 يتواصل إلى 30 جوان المعال قرينيها لا فيش موجودة حاضرين ولا في اللمسات الأخيرة لأنه قل وندر يجيو بحذية ويبدأ وما شاء الله عليكم حاضرين يعني يقبل بمديدة الحمدول يا ربي خاطر المهرجين بأنه التحذير بتاعه مش من أمس ولا أولامس ومعنا بداية من شهر جنوبي 2024 يتم الإعلام بعقد قبل 6 شهر يتم إعلام عن طريق الفيسبوك ومعنا واحد المرسلات للفنانين للأجانب بطبيعة الحال معنا واحد فما لبي الدعوة وتعرف معنا واحد فما مساهمة ماديا من طرف الفنانين اللي ما تصيرش معنا في مرسلات أخرى يعني يحببنوا هالمهرجين هو شو اللي خلات معنا كما قلنا فما الأبعاد المتنوعة بتاع المهرجين تخلي أنه يجي معنا واحد منه يساهم الفن تشكيلي منه يترفع يعني فما الترفية فما معنا سهريات معنا التفقيفية ترجيعية أتواجيب للجوانب أخرى أما خلينا في الفن التشكيلي الصرف يعني كيفش خممته كيفش فكرته ودام سيم يوسي حمادي أنه المهرجين هذية يكون بالحق عطر للمونستير عطر الألوان في المونستير يعني اليوم هالربط هذية كيفش يصير كيفش يتم هي المونستير بتبيعتها مميزة معناها بموقعها مميزاتها سياحية يحبوها برشة أو الأجانب ويقعدوا ديما حتى يشاركوا معنا كل عام يحبوا يرجعوا لها كل عام نعطي شعار للدورة وإن شاء الله كما قلت لك الدورة هذه تكون المهرجين يزيدها جمالا ويزيدها عطر ويزيدها بريق في عينين التوينس والأجانب يحضروا والفنانين زدق اليوم الي يرسموا ديما لوحاتهم تكون مستوحات من مستير ومن جمال تونس ديما نبدأ أول المهرجين برحلة يهما نهزون مثلا نسنا برمجنا اللي هو يمشي مدحف بردو وبعد يمشي يسيد بسعيد ويمشي القربوس الحمامات اللي هما ديما لوحاتهم تكون مستوحات من اللي يشوفو في تونس معناه بعيونهم يشوفوهم في لوحات يرووهم في أعمال فنية ويمشي لهم على عين المكين فكرة طريفة وذكية زيدا سيح ما دي من ترويج للسياحة وزيد هو فهم البعض السياحي مدينة المستير مدينة سياحية في حال فهم البعض السياحي الموجود وإحنا كذلك نخرجون في رحلة معناها الاستنباط لزيارة معناها تونس وزيارة معالمها الأثرية أنه معناها يكونوا على العلم بتاريخ تونس وذيك تخليهم أنه يتباشوا بالنوعية الفقرات المهرجان فرون جميلة بالمستير وذيك كما قالت وما دام سامية معنا واحدة الخمسين فنان أنا حبينا يكونوا ثمانين تسعين لكن الظروف المادية دورة التي تتقدش كان فيها كان فيها ستين فنان أجنبي أي بهم يعني الأسناء أقل بعشرة علش المادية هي اللي خلتنا أحنا معنا محتاطين لأنه بتبيعة عن الاعتبار معناها الظروف التي تعيش فيها معناها العيش فيها المهرجان لكن نحن قادرين عملي المجهود لأننا تكلفة إقامة حجزات إقامة تنقل تنقل خاصة أن الرحلات اللي نقوموا بها معناها والزيارات هذه كلها على حساب الجمعية ثم أنه الفنان التشكيلي مجي يجيب لاشه والسفر متعه على حسابه ثم عنده مسامة في الإقامة اللي ما يلقاوهاش معناها واحد فنانين آخرين أنه يجيوا معناها يلقاو الإقامة السهلة ومجانية وذلك اللي خلاتهم رغم اللي فما معناها ثمن دفعوا أنه يجيك ويعيش معناها فترة المهرجان هذه اللي هي معناها مبينة ثمانية وعشر أيام ممتز وعشر أيام ما هيش هاينا كي نحسبوها يعني بس المعلقة حاضرة بل بمدة وناس تحب تجي وتصر أنه تكون وفية للمهرجان هذية اليوم عندكم مسؤولية أيضا في أنهم يعشقوا المستير ويعشقوا تونس ويجيوا من سنة إلى أخرى من دورة الأخرى لميز الجمعية اللي هي متوقمة مع أربعة تشن جمعية مماثلة في العالم الكل بسنين إن شاء الله بش يكونوا حاضرين معنا من دولتها وكل عام تتميز أنها تجيب فنانين جدد ممتاز إن اللي شدني الحقيقة هو إنها زد في ربات المونسير يعني الفضاء مميز الفضاء مزيين الفضاء يعطي صورة جميلة أيضا على تونس إن شاء الله بش يكون نهار 25 بعد الرحلة يبدأوا الورشات تحت الصور يهوم 25-26 تكون بداية الأعمال معناها الناس كل تجي معناها تشوف كل فنان بش يتميز معناها التقنية بتاعه خصوصيته اللي يحبوها برشة بش كم العملية حتى نفهم شوي يجيبوا لوحاتهم جاهزة ويعرضوها في رواق البطل المونسير وإلا يجيوا يرسموا على عين المكان يرسموا على عين المكان اللي يميز المهرجين مش معرض هي ورشات تصير على عين المكان معناها ياخذوا اللوحات معناها بيضاء يبدأوا يخدموا كل واحد والتقنية بتاعه فما النحد فما الخزف وفي العادة يعني يكون الموضوع كله على تونس هما كما قلت لك يستمتوا من رحالات من اللي يشوفوها في تونس وفما اللي عنده خصوصيته معناها هو يخدم الحاجة اللي متميز بها ومن بعد الأعمال هذية تقعد تقعد معناها مربحوها أخنا موجودة نجمو وعلى سنة بعد انهارين ذوكم يكملوا خدمتهم في النزل والأعمال النهائية اللي هي تتعرض في رواق المارينة المعرض النهائي للأعمال المنجز يكون اختتام في رواق المارينة اللي هو مقر الجامعية ممتاز الأعمال تتحط في اللي هي يميز الجامعية للمتحف الدولي اللي هو يضم أكثر من ألفين عمل ثمرة تسعتاش ندورة آه ما شاء الله يعني عنا توا ألفين عمل اللي هو محصيلة عشرين معديد المنحوتات سيحة ماد يحكي الحاجة الباهية معناها واحد اللي معناها خذاتها جميلة فرون جميلة المستير أنه خروج الفنان إلى وسط المدينة المستير لمدة يومين كما قالت مادام سامية أنه تحت السور يتم معناها واحد القيام بخيمات والفنانين التشكيلي معه مكانية أنه متساكنين المدينة يشوفوا معناها الفنان التشكيلي قد يصوروا ثم احتكاك بالطلبة مع الفنانين الأجانب طلبة من الجمعية الفنان الجميلة معناها بمهدية وبسوسة أنه يحضروا غاديكاة ثم حتى الودات الزائرات ويشوفوا فنان تشكيلي قاعدين يصوروا فم معناها استنباط وفم احتكاك معناها هذه الحاجة التي ناخذناها من دور الثمانتاش وإن شاء الله نوصلوا فيها بنجاح تحضروا أنتم كنت ناخذ الاتجاه المعاكس لأنه قتل توأم مع عديد الجمعيات المشبهة أنتم تمشيوا أيضا تحضروا معهم مسافرة قريبا لسربيا وعدد من الفنين التشكيلي مستير في إطار التبادل الثقافي الحاجة الهامة التي نقول هو أنه سنة 2012 بلدين مستير معناها تم أسنة مقر لبعث متحف للفن الجميلة نظرا للرسيد الموجود من اللوحات التشكيلية وسنة 2018 تم تدشين المتحف بطرف سيد الوالي المستير وسنة في شهر 1 ديسمبر في 2013 تولى سيد الوالي من المستير معناها تمج المتحف في المسلك السياحي وهنا نقول دعوة دعوة للوكالات الأسفار ودعوة للمندوبات الجهوية للثقافة بمناها إعلام أنه في مدينة المستير في المتحف الفن الجميلة اللي يحتوي مناها حاليا اللي نجم يكون نقطة في المسلك السياحي في المسلك السياحي لزوار تونس الأجانب في مناها ألف ومائتين معناها هذا لوحة توقع تعشقها معناها واحد من الفنانين شرفنا سيكون حاضرة معنا في بداية المهرجان وتبيع خطر أول عمل اللي نقوموا به معناها في المهرجان هو زيارة الفنانين للمتحف بشيشوفوا أنه العمل اللي قموا به موجود يعني الرسيد هذه عمر كيمل للمهرجان أنا نقولها بكل فخر معناها سيد وزير الثقافة في 2016 وقت لا معناش متها فعنا دبوا نقولها كي قال الشيء اللي عندكم هنا أنا ما عنديش في الوزارة الكاليتين معناها بتاع اللوحات الكاليتين معناها من الفنانين ممتازين وبيعيون يعني العالم أجمع بتبيعة الحال معناها وعنا كذلك معناها قاعة تم معناها تخصيصها للوحات اللي هي تم مستير ومشكورة معناها مدينة منصر متؤمن مع مستير اللي معناها عاونتنا لتوسيعها معناها للمقر وإحداث معناها قاعة منصر حتى تنجموا تستجلبوا حتى تنجموا تعلقوا لوحات جديدة فممتوشي في كتاب يوفق يعني سنوين عنا ألبوم معناها للمهرجان الدولي نقوموا به معناها واحدة ويتم معناها كذلك ما سنادوا للمشاركين معناها في كل دورة يتم سنادوا للمشاركين معناها عربون ذكرى يعني ذكرى من كل دورة وإن شاء الله وإن شاء الله نقولوها بكل فخر أنه يصير معناها التوسع للمتحف خاطر البلدية كذلك معناها تم تولد سناد معناها مساحة 1500 متر وربع لبناء معناها توسحها هامة بطابق أرضي وطابق أول وتكون لعناها رواق للفن التشكيلي معناها بمستير إن شاء الله إن شاء الله بالطول العمر سيحة أمد إن شاء الله بالعمر الطويل إن شاء الله للمهرجين هذية وللقائمين عليه الساهرين عليين إن شاء الله ربي وفقك زيدا مدام سامية في مهمتك هذين عرف ما هيش هينة وخاصة المسئولية وقت اللي تكون تونس وقد يكونوا مشاريع لزوار في قادم الأيام هكذا وليس سيد نجد الدعوة للنس الكل بش يحضروا في الافتتاح إن شاء الله بش يكون نعره 22 الستة الافتتاح في المتحف الدولي اللي حكينا عليه المتحف الجمعية اللي هو فرصة بش يشوفوه هو كما قال سيحمادي مفتوح معناها للعموم بالنس الكل إن شاء الله بش يكون الافتتاح يوم 22 سيب 22 والورشات 25 و 26 وورشات كما قلت لك مفتوحة بش يشوفوا الفنانين وفما وورشات زادة للشباب والأطفال ينجموا يشوفوا عديد المهارات ممتاز ويمشيوا يتمتعوا حتى نحيوا حتى على التوانسة يمشيوا يتمتعوا ورئوا صغارهم إحنا في عطلة ويشبعوا بالجمال وبالألوان كلمة أخيرة سيحمادي فما خصية أخرى بقنية جديدة ثم ثلاثة أبعاد احنا قمنا بها تروادي احنا قمنا بها سنة 2016 بفنان أمريكي اللي تولى في المارينة مستير القيام بلوحة تروادي وإن شاء الله نحقها في المارجنة المقبلة وتبيعة الحال خطر التكاليف هامة وهنا الدعم المادي هو اللي يخلينا نتفتحوا على نوعية التصوير التصوير تحت الماء قاعد ينقوا بيه كل سنة مع جمعية الأزرقنا الكبير مشكورة وبتبيعة الحال معناها احطى زيارة اللي قموا بها من الفنين لزيزيرة قوريا تخليهم معناها باش تستمتوا باش معناها يأخذوا معناها واحد فكرة على مستير وعلى المناطقة السياحية متاع مستير إن شاء الله يأخذوا كل الأفكار المزينة على مستير اللي يتمثل في جزء منها فكرة على تونس وذلك وذلك اللي خلاهم أنوا يعودوا يجيوا المستير كسواح وهذا اللي كنا نحكيه ويجيبوا لعائلاتهم ثم هم يروجوا خاطر كنقول لني معناها كيجيك معناها فنين تشكيلي من اندونيسيا معناها توقع دبات من الدول الأفريقية صحيح وهذا هي من رهانات اللي تشتغلوا عليها وليفظة بينا يشتغل عليها نحن نحن كنديفار معناها فنين تشكيليين نحن من القبون فنين تشكيليين نحن من اليابان وإن شاء الله معنا بروشان مو يكون لدينا فنين تشكيليين من الصين نحن ماشيين فيه لاتجاه لتنويع الأفنانين من كامل الأقارات أنا مستنسيين بالفنانين من أمريكا من أوروبا لكم جشبه من الأسواق التقليدية ومن الأجنب المعتادين الكلاسيكيين لا لاجئونا من أوروبا أنا طوما دام سامي قالت الدول العربية أما من أوروبا عددت لابس به معناها من فرنسا من إسبانيا من بورتغال معناها من إيطاليا نشجع نسكل بشي يزوروا الرواقة هذية في ريبات المنستير ونتمتع بجمال هاللوحات هذية من العالم الكل خلينا نقوله بصبغة دولية عالمية سيد حمادي سونيت كنا فانقو هذية إن شاء الله بشي نجي ونتبعه ونشاهده إن شاء الله لخليك سيد حمادي شكرا معناها تلفزة تونسية معناها على معناها كما قلوها الدعاير تقوم بيها معناها الجبنة الجميلة المنستير واحنا كما قلوها أقل وجود هذي أحنا ديما نقولهم معناها خدامة المجتمع المدني ربي فضلك سيد حمادي هذية من شكوش فيه الحقيقة لأنه برشة وعي ورشة محبة وبرشة وطنية وراها التظاهرات اللي هي ثقافية ولكن نشوف الأبعاد الأخرى اللي تنجم تشتغل عليها وتنجم تخدمها مدام سيمية شكرا لك وشالا موافقة وشالا ترجع لنا تحكيلنا على رحلتك السربيا في الأثناء معنا حسني دبيش مباشرة من شارع لحبيب بورجيبة حبينا نشوفه معاك عودة الحياة بعد العيد الأذحى المبارك ثالث أيام العيد عادة الحياة لأبرز شارع في الجمهورية التونسية شارع العاصمة لحبيب بورجيبة وإلى لا حسني صبح النور إناس وعيد مبارك لجميع المواطنين والمواطنات في داخل وخارج الوطن اليوم الثالث بعد يومي عطلة بعد عطلة عيد الإفحى المبارك الحياة إناس تعود تدريجيا الحياة العادية ونحن الآن في شارع نحبيب بورجيبة بالعاصمة لنلاحف ونشاهد عودة الحياة تدريجيا معي مواطن كيف نسألوه كيفNO ريت اليوم اليوم الثالث بعد عيد الإفحى كيفش تفعلت مع شارع الحبيب بورجيبة بيتتت ترجع الحياة والله هبه للجواب تتت ترجع عادية إن شاء الله بعد احتفال العيد الإفحى والحمد الله معناها تفرحت الناس بالعيد الإفحى ورجعت الحياة التدريجين بشوية بشوية الأجواء بها عجبتني الطرقات السيارة الطرقات العادية الأمور الأمنية مصلي عنا بي معناها يأمنوا في المسافرين والمروحين الطلبة والعمل الحمد لله راجعت الأمور بشوية بشوية الأجواء خارقة العادة هدوء ما فهمش اكتفاف هدوء ما فهمش اكتفاف والجوالين زاد السيارات ما فهمش باكتفاف كبير لا بس مزالت شوية بشوية بشوية مزالت العباد معايدة مزالت شوية الأمور معناها مزالت العباد نجمو تقول في بيوتهم معايدين تود بشوية بشوية من الغضوة تبدأ تتحرك الأمور وإن شاء الله بقودة ربي لجوها بشتتحسنوا الحاجة اللي عجبتني هي التنظيم البلاد من الأمن نسألوا كيفاش عديت العطلة تعيد الأفحة في الدار كيفاش كانت الأجواء كيفاش كانت كيمقبل كيمتوت ولا تبدلت الأمور كأيوة الناس عيدنا كيم الناس إذبحنا عيدنا تفاهد فرهدنا وهنا بشوية بشوية نرجع للحياة العادية بشوية إن شاء الله ما يقولوا الإدارات اليوم مزلوا في عطلة ولا بدوا يرجعوا الإدارات الراكب شوي مقاهي أنا شوي مطاعم والله نتصور أنا الحمد لله الإدارات رجعت والمقاهي بدت بشوي بشوي كيما قلتك مزال تشتر العباد معايدة الإدارات بقدرة ربي ماشي الأمور إن شاء الله بتساعدين إن شاء الله ماشي تتحرك الأمور لبس لبس الحمد لله كل شيء لبس شكرا ببرك الله وفيك نخفو مواطن بابا كيفاش اليوم ريت اليوم الثالث بعد عطلة عيد الأثم بل كل شيء نحب نعيد على نزكل في تونس كل بدون استثناء الأمور والله هي واحد من ناس باهية لكذا بش عليك جيت من جندوبة السيركولاسيانة مسرحة الأمن موجود ثم لعبيت تحترم في الرواحة الحصيلة وعجبت بالنظام بالنظافة تاعة البلاد إن شاء الله ترجع تونس كما كنا نحبه إن شاء الله يا رب أحسوا اليوم هدوء معناها محلها اليوم هدوء معناها هذا هدوء تاعة المحارب فيمني بعد جهة تعالعيد والشريانة وراء العلوش واختار واختار في النساء فيمدي كذا نحب هذا ونحب هذا فيمني جهات جهات كبيرة لكن الحمد لله تعدي العيد لبس فيمني كيفاش كانت أيام العيد جو كبير حركية كبيرة 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 في كل شيء الأسواق معبية المجازينات معبية الطرقات معبية لكن الحمد لله ما فيمش حواد ما فيمش مشاكل والحمد لله تعدى بيجد في كل نوع وما غير بزيق شكرا جزيلا إن شاء الله عيدك مبارك إنس كما تلاحفوا الأجواء في شارع لحبيب بورجيبة وعلى هذه الأجواء والهدوء في شارع لحبيب بورجيبة نخلي لك الكلمة إنس شكرا لك حسني دبيش شكرا جزيلا على هذه النقطة الخارجية لأنه بالحق يعني عيد الأضحى ثلاثة أيام وحنا في ثالث أيام بالعيد نتسأل حول عودة الحياة بمعنى الحياة الاقتصادية والحركية الاقتصادية أساسا هنا في البلاتون نحكي الجباية في موعد القارب الثلاثين معايا سيباسم عزيزي مرحبا بيك كل عام وانت حايب خير سنين دايما العيد مبارك على جميع التونسيين وجميع الأومة الإسلامية أمين يا ربي إن شاء الله كل من يشاهد فينا إن شاء الله عيدي وسنين دايما وإن شاء الله بالخير مرة أخرى واليوم والبركة قل يسيباسم اليوم موضوعنا مهم برشا على إيقاع العطلة الصيفية والأمواج إن شاء الله من الأفواج الوافدين علينا من جلتنا بالخارج موضوعنا حساس وفي توقيت مناسب حساس خاصة الإجراءات الديوانية دي ما رأوا ونحاولوا على التوعية متاع الجالية التونسية من خارج قادرة مباركة ممكن ما يعرفوش الإجراءات ثم شكونية جهلة وثم شكون ما يعرفيش وليهذا نبسطوا الإجراءات نعطيه أكثر المعلومة خاصة اللي جهلوها لأنه تعرفها عمنا مش ما نحكيوش على شق آخر يمي يجهلهيش ويعرفها ولكن وسؤنية ذيك وسؤنية سؤنية مش بدوها حينة توصورة كاملة بالضبط خاصة نتعرف في 2023 وعشرين نتجوزنا ستملين مسافر ونعفو الاقتضاظ في المعابر الحدودية سوى بحرية أو الجوية أو البرية في الإجراءات اليوم اخترت بش نحكي على توريد العملة يجيوهم من بر يجيبوا معهم فلوسهم لكن ثم إجراءات لازم يكونوا يعرفوهم أذكرتهم في اللوحات البيانية ثم شروط بش نحكيهم ثم حاجة برك راهو لازم نقولوا عليها راهو توريد العملة حر حسب جلت الصرف تجيب معاك اللي تحب بمعنى فمش ثقف حتى ثقف يمنع يمنع المبلغ الأكثر اللي بجيبه معاك مثلا مش حتى ثقف لكن ثم شروط نحكيه سيولة ولا نحكيه 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 سيولة تحويلات البنكية هذي كأمر آخر نحكيه سيولة نحكيه نحكيه سيولة اللي بجيبها معاك وانتي داخل تونس بيه ثم ثلاثة شروط هذي شرط لول يعني كيقولوا عشرين ألف دينار أو ما يعادل بأي عملة أجنب ينقولوا إحنا يعني تقريبا ستة لاف أورو أو ما يعادلها بالدولار المهم يعادل أو يتجوز عشرين ألف دينار هذا واجه التصريح به في الديوانة وهذا راه موش من نجل صرف هذا في قانون مكافحة الإرهاب هذي شرط لوليني ولي وجوب التصريح فيه الشرط الثاني يجبت معاك من غير ما يسألوه سيباس معناه وهو دخل في إيطار الإجراءات وهو يصرح بهذه قبل التفتيش يتجه للمكتب الديوانة ويقول عندي إيراني عملة بشي تصرح به أو في السؤال الشي فيه وقت يتصرح عن ديوان يقولوا عندك حاجة تحب تصرح به قلوا يروا عندي معايا فلوس أنا عليه سألتك لأنه ساعات ما يسألوناش يعني ساعات ما يسألوهمش هكا ولي وهو تلقائيا حتى كان مسألوه شمشي بسي في تلقائيا تلقائيا قبل ما يبدأ إجراء التفتيش لأنه شوف نظراً لإكتظاث خطاً في المعابر ونحب نبسطها في سعر ثم ثلاثة أرويقاء الأخضر والبردقالي والأحمر وحسب أنت وشنو أجيب معك بيضع سيارة عادية فاز مصافرين عادين مش عادة فريق الأخضر نقوش يستنى راولي جيب معهم برشة بشو برشة واحد ربشتقوا محن في الأحمر اللي هو في التفتيش الدقيق وهذه قبل ما تبدأ إجراء التفتيش راهو لازم أنت تصرح تقول راهو معايا عملة أجنبية لأنه بعد ما يتم التفطن لها راهو شوف أغلبية الناس مشوف يا حسن لكن كتكون أنت بعد سؤال شي فيه وما توجهت المكتوب بدت إجراء التفتيش يقع عندك راهو مبلغ يخذع لي قاعدة إثبات المصدر كان أنت المصدر متاعه خاصة بعد أن نحكيه في الثلاثة الشروط هذومة راهو حتى في الرجوع كيف كيف بش نعود من البسط الإجراء اللوليني اللي هو إذن المبلغ يوعد أو يفوق عشرين ألف دينار ما يعيدوله بالعملة الصعبة معناها ثانيا إذا كانت العملة متاعك بش تصبها أنت في البنك وعندك حساب يعني بالعملة الصعبة راهو متجم بتصبهم في البنك لأن البنك بتطلب منك التصريح الديواني وهو وثيقة أساسية يعني في الوقت إلي في الوقت والشرط الثالث إذا هو أنت في العودة متاعك بش ترجع معك مبلغ يعادل أو يفوق لخمسة ألف دينار وتعنا رجعولها كما يكونش عندك التصريح الديواني عنده الدخون راهو في الخروش هذه النقطة لحبيتنا رجعي لها راهو بشيقول لك المبلغ هذا وين ومنين جبته كان عندك المصدر متاعه راهو نقول لأ ثم مخالفة وثم حجز المخالفة تكون عندك إثبات المصدر متاعه أشبتهم البنكة في تونس أو عندي المصدر متاعه لكن معك ما عليش مصدر منين أموال هذيك راهو معها ثم مخالفة نحكيه على حجز المبلغ والهما ثلاثة إجراء نعود نذكر فيهم فيسع ومن شرط الأول إذا كان المبلغ يوعدل فوق 20 ألف دينار الشرط الثاني اللي كنشطبهم في البنكة راهو لازم التصريح الديواني سين وما يقبلوش عليك العملة الصعبة وثالثا هو إذا في شرط العودة يعني المغادرة نحن معك مبلغ يساوي أو فوق 5 ألف دينار وهذا يمنعنا يمنعنا من المخالفات وتداعية المخالفات أكيد خاصة للشرط الثالث يعني تصدير العملة بدون ترخيص بنك المركزي وهي تعتبر مخالفة في النصائح نتوضمها الكل نقولوا عليش نحن الشروط هذوما نذكروا بها موجوبيت التصريح أنا نقول حتى جايب معك 500 أورو تعمل علم تصريح علش لأنه ثم امتيازات جبائية للمواطنين بالخارج خاضعة لازدهار بالتصريح تعد ديوانك يجب معك العملة صعبة من بر خاصة كي مش بدنا نتزيبه أخر مرة في اختناء الأراضي أو العقارات القابلة للسكن أو نقولوا مثلا أنا نعيش البر قعد تسني ربي جبت معي فلوسي وخذيت عقار جيت نهار خضعت المراجعة جبائي من أين لك هذا سؤال هذا معروف من أين لك هذا يكون عندي التصريح الديوانية موجودة عندي ونحب نذكر بنقطة التصريح الديوانية يعني اتمتعوا ببعض الامتيازات الجبائية التصريح هذه يستحفظ بها يستحفظ بها طيب احنا في تكنولوجيا معني نجم أن الوصل نتصور ونخليها عندي نسكني نخليها عندي يعني في الحاسوب أو حتى في الهاتف حتى ونهارت اللي ذاع عندي الرفيرونس متاعه متاع الوصل نجمد حتى نسخة من الإدارة المعنية والنسبة يعني الامتياز الجبائي مهمة مغلية معناها محافظة محافظة خاصة نقولك في اقتناء العقارات يعني تصور أنت من 9% قيمة تزييد تخلص 1% فقط قيمة تزييد وعديد الامتيازات الاخرين رب في الاستثمار وغيرهم الاثبات مصدر التمويل عنده دورة كبيرة في جميع امتيازات وخاصة نقولك خاصة مع إدارة الجبائية في صورة خضوع المطالب الأدام يقولون مواطنين يعني في صورة اقتناء عقار ومعندوش المزر عنده إثبات المزر بتاعه التصريح الدواني أنا جبت معي عملا صعب هو أغلبية الناس لو طوي أنا ديما أقول السلامة المعلوماتين الناس كل تخدم على تحويلات البنكية اللي تكون أكثر أمان وأكثر ضمان لتجيب معاك فلوس برك يعني يكون موطان كبير مبلغ كبير ما نقراوش حساب أدي هنا برك البرة أنت خارج ما تعفل أقدر الله كتكون عندك تصريح دواني بتاعك يحميك من كل شي وليهذا بس نذكره وتكون أمورك داخل أطر القانون القانونية أكيد أنا يقول تكراو دي ما نمشيوا الحصن النية لكن الإسرائيات هذوما الكل كما تعملهم مش رأي ولي فيها سؤنية وقالتك فيها مخالفات وفي صورة عدم أثبات المصدر تولي إذا ما حاجز متاع الأموال باش ما نوصل لهم شذوما الكل ولا يعظر الجهة سيباسي تجاهي للقانون يعني اليوم محمول عليهم واجب معرفة هل القواعد والضوابط الهديا الكل وحتى رأوا داخل البلاد التونسية مش نحكي كان حدي وين أبرك في بعض النصاح رأوا يجيبوا عدم التعامل بالعملة الأجنبية في تونس يجبوا أن تم التعامل بها فقط لدي الوسيط المعتمد مكتب الصرف أو البنوك شوف أنا في النصاح شو نقول نقول ضرورة الاحتفاظ بالتصريح الديواني حتى لعدد سنوات وصل الصرف كيتبدل الشانش في مكتب الصرف أو في البنك يعطيك الوصل متاع الصرف هذاك تتصحفظ به رأوا نجمي طالبوا بيك عاون الديوانة وانت معناه بش تخرج لسحقوا في عديد الحاجات وبش نيخذوا المعلومة من مصدر صحيح رأوا من أهل اختصاص أو إدارة العامة الديوانة وضع لذما ثم البريد الالكتروني متاع الإدارة العامة للديوانة اللي هي صحة أنت عنا في الموجود إذا كان ممكن نخليه ونثبتوا الصورة رقم أربعة اللي فيها جوز المواقع هذو ما البريد الالكتروني متاع الإدارة العامة للديوانة هو contact at one.gov.1 ومكتب التونسيين بالخارج رأوا يرسلهم يرجعون البريد الالكتروني في جميع الاستفسارات وباش من قلوش رأوا هذي ما أنا من عرشوا من في بقليش هاو زادا المكتب التونسيب الخارج بتيو at one.gov.2 رأوا هذم يعطيوك المعلومة الصحيحة وثم رقم أخضر زادا على ذنبتهم 80 10 30 60 كيف رأوا هذة الكل تاخذ المعلومة من مصدر رسمي إضافة إلى ذلك ثم تطبيقة في الهاتف الجوال اسمها المسافر الذكي هي تطبيقة منذ سنة المعلومات وجميع استفسارات هي بسيطة موجودة تطبيقة موجودة في المحمول وفي الجهاز التليفون ويلقى كل المعطيات وتناجم حتى قبل ما تدخل بلاد التونسية تعمر المعطيات ويطلع الكود كوير على الجوالين معناها وتسهل جميع الإجراءات شوف احنا بالنسبة للصيفة هذه إن شاء الله أحنا متوقعين موسم سياحي بمتياز إن شاء الله صدقني المعابر خاصة البحرية اللي فيها السيارات وفيه كذا في سنة 2023 يونيس وصلنا 424 ألف مسافر في مين أحك الواد من 242 رحلة ورقم ما هو اليسر الإدارة عمد ديوانا مشكورة حتى سنة البداية واعدة وكان بحثين الرئيس المدير العام لمناء حلق الواد الأسبوع اللي فات في ضيافة لصباح الفل والياسمين وحكي على أرقام قياسية بدأت الوفود يعني حاجة محافظة على الأخر وقد يش كنا نستنعوا عودة الحياة للسياحة بالشكل هذية ربا نسبة لي أنا نقولها أنا السقحة التونسي يخدم مساحة الأجنبي رحو نحكي يعني في مش نا نقول عن السقحة الأجنبي إلا السقحة التونسي رحو يجي يصر أكثر مساحة الأجنبي أنش تحكي على جاليتنا في الخارج جاليتنا في الخارج كيد رحو يجي هنا في تونس وصدقني رحو يعني ينفعوا بلادهم أكثر ببارش من كل مساحة الأجنبي أنا نقولها لتبسيط الإجراءات لدارة العامل ديوانة مطالبة بي توفير أكثر العنصر البشري رحو تعفثهم مضغط كبير خاصة في المعابر البحرية والجوية خاصة مع انطلاق الموسم السياحي ندوية تكوينية في القانون والتفتيشات وتوفير أكثر معدات متع التفتيش المعلومة عند الجيلة التونسية بالخارج عندهم مصدر رسمية ينجموا ياخذوا المعلومة من مصدر رسمي باش ما نقولش بعد هم في بليش ومفي بليش وثم رأوا جيلة التونسية قعد سنوات البراء وما راجعوش للتونس حاولنا نحوصلوا أكثر معلومات خاصة في اليوم ركزت على توريد العملة ما تخلتش في الأدباش وغيره موجودين على التطبيق هذه ونجموا يتحصلهم على البريد الإلكتروني في توريد العملة أعطيت الأهم منها صحيح لنجم جيلة التونسية تقوم باهم باش ما نصلوش في مخالفات وغيرهم إن شاء الله يكونوا في المتابعة عن العدد هذية وإن شاء الله يكونوا وعينا من المنبر هذية ونتمنى لهم إقامة طيبة في تونس بالحق يعني أنا ريت بعض التوينسة اللي يعيشوا البر بدأوا يجيوا بحذينا قداش متعطشين بالحق لتونس قداش يحبوا أجواء تونس وفيهم من خير إنه يعدي العيد الكبير بحذينا هوني في تونس شاء الله إقامة طيبة وإقامة خالية من المخالفات القانونية ونختموا بهذية في كلمة أخيرة شك كلمة الأخيرة أنا قلت لك فقط تذكير بالنسبة للشروط تم توريد العملة ونبدو عن المخالفات أو غيرهم من الخطايا هذوم الشروط اللي موجودين في لوحات البيانين مشاهدهم على موقع الترفزة الوطنية التونسية أو على تطبيقة الذكية تطبيقة المسافر الذكية والبهي أنه موفق الفقرة هذه تلقاه كل شيء موجود بالصوت والصورة شكرا ليك سيبيس بنوارنا بالحضور كالعادة إن شاء الله تحصل الإفادة ولا متعة أنت قلت أنت منحاز للسائح التونسي أنت تحكي على جاليتنا في الخارج ولكن سي لطفي بشي جينا لطفي ريحي عن منظمة إرشاد المستهلك تحكي لنا على السياحة الداخلية وتونسي وحقه في أنه يتمتع بخيرات بلاده بأسعار تفاضلية وبأسعار مونسبة بعد شوية يجي بحضينا سيلوت في ريحي ونذكر إلي مرفت لحكيري أيضا استشارية تربوية يجي بحضينا بش نحكيه على التخطيط للعطلة نعم العطلة في أيامها الأولى كيفش نخطولها وكيفش نستغلها الاستغلال الأنسب حرافية في الميكرو موزايك عصيلة مدينة الجام وولاية المهدية نخدم ميكرو موزايك كبنية معناها مرض رزق كانت بداياتي صعبة شوية ما كانش الماكينات كنا نحجار معناها ونقصوه بالنطرق نشد وقصوه القشات وبعد تالي نقصوه بالكلاب وطورت طورت الخدمة شوية ولنا مكينات ودمنصير اللي تحب عليها قصوه هنا المواد الأولية موجودة سلامة ثم معظمهم القص اما مبدئين موجودة لباس ثم اقبال الحمد لله ثم لأسعار في المتناول ثم تعمل حتى دي تابلو دي كورتري اي سبيسياليتي ميكرو موزايك نخدم نخدم بورتري سوكسي لثنانين معرفين كما اكساندر وبوزور كما ذانجوغ بوزار نخدم لثنانين معرفين كما اخترت الميدان والله معناها المعلولة كبداية الزق خدمت وحبت واذا كان الخدمة متحباش متنجا مش توصل لثنانين واني معناها وحدي وحدي تورث فاها ثمت بشوي بشوي الوين تورث رديتها ميكرو موزايك معناها التالي تورث التقنيك اللي نخدم فيها نعم تورث تورث نعم النور تورث نقصها بالكلاب المرول وبعد تالي بالبانس إن شاء الله يعطيونا ثرص نظهروا منتوجاتنا ونظهروا كحراثيين ونصدروا وإن شاء الله يعطيونا مجال بس نشاركوا في المعارض زادة وزارة السياحة والديوان الوطني مشكورة تعاوننا باش نشاركوا ونظهروا منتوجاتنا خطر عنا عديد الأفكار وعنا عديد اللوحات معنا مرضى بنا نخرج ونوريو وخدمتنا ونوريو لأرتيك لمتاعنا إن شاء الله أصبحكم فلو ياسمين إن شاء الله صباحاتكم أحلى وأجمل مع التلفزلة الوطنية سيلوتي بحثينا أول مرة بعد العيد الإضحى عيد مبارك كل عام وانت حي بخير وأخيرا حكينا مطولا على العيد أسعار الأضاحي تسعيرة وزارة التجارة العيد تعدى سفا سيلوتي لبس؟ الحمد لله إن شاء الله عيد مبارك إن شاء الله تنسى كل عيد وبالفخير تعدى العيد رغم بعض العناد من بعض بتجارة تفصيل اللي بيعوا أكثر من ثلاثة واربعين لكن الرقابة كانت موجودة والحمد لله لبس الحمد لله على كل إن شاء الله يكونوا عيدوا بخير وبصحة وبسلامة وإن شاء الله يكون عيد يعني أهم حاجة فيه هو إنه مارسنا الشريعة بتاعنا وديننا وإن شاء الله يكون يعني في كنف العائلة واللمة العائلة قولي سيلوتي مش نبنيو شوية الوجه الآخر للي حكيه سياة باسم ذكري نحكيوه على السياحة ولكن نحكيوه من زاوية خاصة معك نحكيوه على السياحة الداخلية في علاقة بالأسعار غالي الأسعار خلينا نقول بالنسبة للتونسي نحكيوه على التوينسة يعطيك صح نبدأ بالسياحة الداخلية تعرف اللي هاتم مبادرة عملتها دوين تونسي للسياحة تونسليك نحبها تترجم الأرض الواقع ويكون بالحق تونسليك مش نعطيك شوية أرقام عدد بالنسبة لتونسليك هي بدأت معاما في 2022 في 2019 عدد الوافدين توينسة على النزول لقرابة 2.5 مليون وافد مقابل 2014 كان 1.5 مليون بزيادة 65 المعدل السنوي منتعة السياحة الداخلية بالنسبة للسياحة العامة 20% فالإنفاق وهنا أهم حاجة باش نشوفوها يصرف التونسي ولا ما يصرفش لكن الحاجة الأهم عندي 83% من التوينسة تشعر بالأمان وقت قضي العطلة في بلادها وهذا مهم ومهم جدا الإنفاق بمعدل 100 دينار للفرد في اليوم الواحد وهذه قرابة 45% من التوينسة بين 100 و300 دينار كمعدل للفرد بنسبة 42 حسب التقريب الأهم المصروف وين يمشي الأكل نسبة 38% المحروقات نسبة 21% سكان نسبة 17% والتسوق نسبة 15% نشكر وهذه الدراسة تعملت ما عنداش برشا عندها في 2022 شكراً لهم 6% من التوينسة لكن عاملنا بفرق عامل اللي فيهم زيدة الأسعار شوية سيوتي واللي فيهم ذمر التونسي زيدة من غلاء بعض الأسعار وهنا الأسعار هذه باش نبدأ نحط الأمور في إيطارها كونه ما ترجمش الواقع اللي موجودته هو صراحة الغلاء موجود والغلاء اللي ما يقدرش عليه التونسي تعرف أنت نحن في خارجة بسيتة معنات في الضائحة الشمالية والضائحة الجنوبية باش تخرج تغيراتك والدور كل شي ترقى في حدود تنجم العائلة التونسية تستهلك في 300,000 معنات بسيتة معنات 300,000 باش تباش تتنقل في الظواحي فما بالك باش تتنقل في داخل المدن وإلا غلاء الأسعار بالنسبة للأسعار النزل وبعض الممارسات سي لطفي اللي قاعدين نرى فيهم مثلا اليوم اللي نرى أنه حتى تلقى تسعير تعجبك يقول لك بداية من 3 ليلي أو من ليلتين يعني اليوم هل يدخل تحت خانة البيع المشروط بالطبع هذا يدخل تحت خانة البيع المشروط عليش على خاطر المعروف تعطي السعر بتاع المنتوج والمتاع الخدمة في وقته ما تربطنيش ما تشرتش 3 أيام ولا 4 أيام ولا الوقت ثم بعض المقاه يقول لك البتداج السباح من الثمانية للعشر مخارف القانون هذيك البتداج البتداج مخالف للقانون بعض الممارسات الأخرى بعجيلة سيلود في أين نخلص مثلا المبلغ المتفق علي على أساس أنه فيما نوعية نوع من الخدمات نمشي نلقى البسينا مسكرة نمشي نلقى الألعاب غونفلابل والتعرف صغيرات هذيك عليش يمشي وما يخدموش لكلهم نلقى بيوت ما هيش نظيفة يعني اليوم كيفش نحمي روحي من هذا هذي مشكل كبير وهذي مكش مذكر التشكيات اللي المستهلك ولا يعترضها هناء يلزم نكون واضحين راهو هناء يلزم مقابل الفلوس اللي اعطيتها الخدمة هذيك يجبني نلقاها كما لقيتش مخير منها وبالتالي راه هكال الاشكاليات اللي تسير هذيك وهناء زادك كيف ما نلقا بخلف ثمك الرأس وهذي زادك كيف يلزم خاصة نزل مصنفة يلزم إجبارية توجودها بش أنت تنجم تحط ملاحظاتك فيها وهنا يلزم تتشك تكتب ملاحظاتك وبعد ديوان توسي التجارة ياخذ ويقرر العقوبات اللي يلقاها وانتوما شو دوركم سيلوتفي في هذي اليوم يعني وقت يكون عنا مجتمع مدني هو أيضا يعاضد في مجهودات الدولة هو أيضا ساهر على تطبيق القوانين هذية والضوابط هذية فين تبدأ مهمتكم وفين توفى نحن دور نرشادي طوال كيف عملنا التطبيق كيف نرجوها للسياحة الداخلية كانت في التقليد طوال بش نزيد وفولة آخر متاع السياحة الداخلية كل أي تضلم كل أي تشك نعلم الدوان تونسي للسياحة وبدوره يعني الوسيط بش تقول الوسيط بين المستهلك وبين الدوان اللي هو السلطة الرقابية متاع النوزل متاع الخدمات الأخرين أراه زاد مع عديد الاشكاليات الأخرين زاد كيف كيف نلقاها كون ما تلقاش حجوزات وقت معنا تعمل حجوزات لكن ما يفيش بالالتزامات اللي أخذاها وهذا مشكلة كبيرة خاطر التونسي حس روحه وهنا برنامج تونس ليك يجب أن يتطبق بمترجم على أرض الواقع بالحق نحس تونس لينا كي نعمل رزيرفاسيون في بلاسة يجبني على الأقل يقول لي أوكي كل شيء مجيش في أخر وقت يقول لي لا يراه نعتذر ولا لا خطر نحس أنا كونه بجل سايح حاليا ممتاز تونس ليك شعار مميز وعميق برشا بطبيعة إذا كان نتوغلو في المعاني والمغزق امتعو مناشي مش نحكي على كل شيء للأسف إشكاليات في علاقة بالسياحة الداخلية ولكن نتمنى وموسم سياحي إن شاء الله يكوننا واعد مصدي الخدمات الهاتفية سيلوت فيهما أيضا عنا عديد الإشكاليات تطفو من حين من فترة إلى أخرى على السطح أهم الإشكاليات اللي تكون عندكم صادية لها شنو أهم الإشكاليات التوينسا كونوا راهوا ديما شركات الهواتف المحمول يعطيوا خدمات ويعودوا مستهلك بخدمات فكل فورفية ومغيره لكن عرض الواقع ما يلقاهاش وهذا إشكال كبير ما نحكيوش على الطاقة اللي في بعض المناطق الطاقة تكون ما هي شي جيدة وبالتالي حتى هنا بعض الأمطار في على العاصمة يعني ساعات الرزو يخو يخو يعطي هذا مطالب بالتغطية الجيدة لكل أي مستعمل الهاتف الجوال سواء مهما كان مزدي الخدمات وهنا زادة كيف الخدمات رأي عندها قيمتها على خاطر التونسي يتقلق برشا من عدم جودة الخدمات وهنا اللي حظ حتى لينتي المرسل الخدمات الخدمات بتاع الهواتف زادة كيف كيف تقف وتقبل التشاكيات ونحن بدورنا بلغه نيراه العديد من الشاكيات يجبنا نكونوا ويقفين الناس لكل لنقص منها ونلقا برشا ممارسات اللي ينتبق عليها في البعض منها سيلوت في صبغة أو صفة التحيول الناس اللي تبيع ساعات في اللي بوس اللي زافر في الشوارع في الانهج ويشدوا فيك سحيح معناها باش تشري ويعطيوك امتيازات وهمية من بعض ما تلقاه يعني الشركات الأم الأصل سعادت تتملص من المسؤولية وتقولك هذا ما يعنينيش يعني اليوم كيفاش النجم نميز بين العروض الجدية والعروض غير الجدية وأي عروض ملزمة للشركات هذه صحيح كلامك هنا نشوف نقاو بالتاريخ سبعة جوان عرب وعشر الهيئة الوطنية تسالة سلطة عقوبة مالية على الشركة لمخالفتها الأحكام التشريعية والترتيبية في مجال بيع شرية حاليات في الجواء وبرام عقود اشتراك الخطية راهي كبيرة برشا تساوي ستة مليار يوم العقود ولا تبرم على الماشي اي يعني تكسر وانتي ماشي معناك بالضبط رغم أكثر من ستة مليار العقوبة وهنا نشوف مدى خطورة هالممارسات هذه الهيئة ويقفة لهذا وعلى ذلك نحن ما نشري من يجي هذه مسؤولية المواطن وعي ما يشري من يجي ويحاول كيفاش الخدمات هذه يلقاها على الأقل في إطار معين يكون نظيف ويكون لائق لكن المواطن اليوم هو يقع الطرف ضعيف في المعادلة هذه للأسف اليوم يعني انا كيف نصب معناها كارتا ولا صبتيكي نجي نشوف نلقاها وفيت يعني امتيازات ساعات نلقى بونوس يصل لـ 70 ومئة دينار نعمل زوز تليفونات نلقى اشتر المبلغ يمشي يعني يقعد المواطن هو الحريف هو ترف ضعيف أي كيفاش يضمن الحقوق وشنين الزمانات اللي عنده وهذا زاد مش مفهوم عليش على خطر نلقاها مثلا خاصة في السويس كريدي هذيك نحيل 3000 لكن تلقاها في مكان مبرك وهذا يندراه كيفاش تحسبت كيفاش تعملت هذا كله يلزمنا على الهيئة تقنينها على الهيئة مراجعة لشكاليات هذه كما قلت زاد الليبونيوس نلقاهم موجودين على الورق لكن حقيقة طريقة لاحتسابهم كيفاش يتيروا يعني يتيروا منع هذا زاد مراجعتها وخاصة زاد كيف الخدمات في حكاية الرزو والاتصال والخطوط المسبقة تدفع سيلوت في يعني اليوم تمشي تاخذ خط مسبقة للدفع على أساس أنك تخلص بصفة شهرية وقفت عن الاستعمال ويقول تكمل تخلص وتمشي تقاروحك موسيل وتلقى روحك مهدد في بعض الحالات حتى يبعثو بالضبط وعلى هذا نحن يزمن العقود كي نعمل عقد مع أي شركة نقرأ شنو العقود وهنا ثم مجلة كاملة تعملت أخيرا فيها العديد التنقيحات وهذا يلزم يقف المستهي ويعرف شي صحح وكيف شي صحح وبالتالي تنقص هالشكالية هذه والهيئة يلزم أي تظلم مراهو الهيئة تقبله ونحن بدورنا كمنظمة زادة كيف كيف حطية كبيرة لشركة من الشركات اللي تبيع الاشتراكات مش بالطريقة القانونية ممتاز وحنا كنا في وقت ما استبشرنا أنه عنا أكثر من مزدي خدمات سيلوتي تعرف أنت التنافسية المفروض وأنه تنعكس إيجابا على الجودة الخدمات هذا المفروض هذا المفروض يكون هكذا لكن في صورة ثم شبهة ولا وفاق يبدأ ما بيناتهم ما تلقاش يزيد كيف هالجودة بكيفية كون تكون الشفافية مش معقول هالقوة الكبيرة هذه بين اللوبي والوفاق بين الشركات هذه كي يدر رفعها المستالك وهو الحلقة العظافة طيب فما رقم أخضر نختم بيها سيلوتي اليوم يعني كيفاش نتواصل معكم أنتم ما عندكم تطبيقة ورقم أخضر أحسن للكل سبل التواصل معكم لأنه يظهر للتليفون بيش يضرب برشة في الصيفية في الصيفية بكم عنا عديد الأنشطة وعنا عديد الخدمات اللي إن شاء الله يطلقاها أتونسي في أحسن حل عنا كيفاش كيفاش تطبيقها متاعنا وزادة كيف في كل أي ميدان مثل تجاري وخدماتي نجمو نلقاو ونوصل التشكيات إلى الصلاة المعنية وخاصة الصلاة الرقبية ممتاز نشكرك برشة سلوتفي إن شاء الله تكون بخير ما زال عنا أسبوع فقط هذه اللقاء القبل الأخير معاك بل نهاية الموسم منا سباح الفل والياسمين مشكور فرصة مش نشكر الجمعية والمنظمة ومش نشكرك على هالالتزام معنا لمدة أشهر موسم كامل بدينيه من قوط 11 شهر نغلقوه بالتمام والكمال من العمل إن شاء الله تكون عند حسن ظن المشاهدين شكرا جزيلا يلا مواصلين بعد النغم هذية بيش جيب أحدنا مرفد لحكيري نحكيه على العطلة والتخطيط للعطلة بيش نختم اللقاء ببعض النصاح لحسن استغلال العطلة الصيفية اللي صحيح بدات في أولى الأيام متاحة ولكن حتى تكون عطلة مثمرة لنا الكل أولياء مربين وصغار نصايح دينا على لسان مرفد لحكيري بعد إن شاء الله صبحكم فل وياسمين ونغم مزيان إن شاء الله مع هالفقرات وهالاستضافات مرفد صبح الفل مرحبا أهلا وسهلا هالورد وياسمين وإن شاء الله في العام في حياة بخير سنين دايما في الخير إن شاء الله إن شاء الله يا رب قولي مرفد مصبحوا أنا نقولهم استنيوا مرفد جاية بيش تحكي لكم على العطلة العطلة اللي بديت سويعات سعرناش منقولوا بدينا ولا ما بديناش يعني ما زالت في بعض المراحل ما زالوا يقرأوا نستنيوا في نتائج وكل ما زالت ما بديتش فعليا للناس لكل حتى الابتدائي ما زالوا يستنيوا في النتائج فعليا ما بديتش وقتش نقوله فعليا نبدأ وقتش ناخذو نتائج نسك لك واحد جويل إن شاء الله بإذن الله تنطلق بالنسبة لنا العطلة ممتس وبما إنها تنطلق وحدة جويل فإننا هيقولها من طوال بش تتعدى في أحسن الظروف ونستغلوها في أحسن المجليات ممتس بش نخطوا لهنا بش نخطوا تيخذوا وقتكم وبصفة استباقية عندنا الأسبوع هذية شو نعملوا فيه فما ايديت نحب هيئنا بارشا وديما ننصح بها الأولياء اللي هي اسمها المجلس العائلي وتونفها ما عليش على خاطرها هي لحظات تقاسم وتشارك بين أفراد العائلة اللي يصير فيها نوع خاصة مع المراهقين نوع من الندية اللي هما يطالبوا بها بما أنها تلبي واحد من احتياجاتهم الخامسة مجلس العائلي هو شنوه هي لما قعيدة نجم الحط كما يقولون يس بكريعالة الدي الجو المكسرات وغيره هي اجتمع مجلس إدارة إدارة المنزل بالضبط يتشاركوا فيها الناس الكل كلهم عندهم حق التصويت بدرجات مختلفة يعني الأوليق عندهم الفيتو ونمشيوا نحطوا نسمو خاصة في المجلس عائلية متعال عطلة نسمو طلبات أبنائنا في هما شنوه يحبوا يعديوا شنوه يقولك مثلا أنا نحب نشارك في النادي الفلاني أنا نحب نمشي لدرجتي أنا نحبكم تزوني البلاصة الفلانية أنا نحب نتفرد أنا نحب نشبع بالنوم مثلا دوك أنا نعمل أكلمين المعلومات الإقتراحات بالضبط ونبدأ نحطوا شنوه بش نلبيوا من الإقتراحات خاصة الإقتراحات اللي تبدأ جماعية تشاركة في المجلس العائلة نخرجوا ديما بعقد أو ميثاق نصحوا عليه تقول عليكم نصحوا عليه الناس الكل اللي يشاركوا الكل ونكتبوا البنود متى تكون واضحة في وسط العقد هده نحطوا زيدا المسؤوليات خات العطلة هي فترة بامتياز متاع الراحة وتقول نرجع لها حكية الراحة جزء من بعد لكن هي زيدا رهي فرصة ذهبية البرشة حاجات فيه إرساء عادات جديدة فيه تأثير أو تعديل سلوك أنا مش مفقع لي أو إرساء سلوك سلوكيات جديدة فيه سقل المهارات أو اكتشاف المهارات وبتبيعة للراحة وخاصة نعود نرجع للمومات دو باقت يعني اللحظات التشاركية مع العائلة خات الفرصة لكلنا عنا فيها وقت من الضغوطات صحيح وكلنا نحض جيات في العدم ع صغيراتنا بديني سب متفاوتة بطبيعة ولكن نحاول أنه يكون مومات دو بلايزير ودو بارتاج بالذات بالراحة شو معناها الراحة ميرفت يعني الراحة هل هي فوضة؟ لا الراحة ليست فوضة درقوا بوقت اللي نحب قلوا بوقت اللي نحب نصحر على راحتي شو ختوباء الراحة شو معناتها يعني أنا ناخذ قسط من الراحة أكثر من العادة أما هوني من العادات السيئة واللي نخافوا منها في العطلة واللي يكون عندها تأثير سلبي بعد مع العودة المدرسية ونحسبو لعصيبها منتوى من قبل ما تبدأ العطلة هو أنه أكنوم الغير متوازن نقوم وقت اللي نحب نرقد قد ما نحب ووقت اللي نحب يقولون لنا صغيراتنا دنيا سخونة في النهار خليونا نصبحوا نسمعوها ياسر خاصة هالمراهقين ومع الليجو مع الألعاب يقول لك يولي ليلهم نهار ونهارهم ليل لا هذا غير صحي تماما وما هوش تربوي بالكل أعليش لخاطر نجم يصبح ريقت أما مش النص النهار من بيلغوش من بيلغوش يعني بشيقوا مثلاً هم سنسين يقوموا الستة وسبعة للوجبات المدرسية أو للمسار المدرسي نجم يقوم تسعة العشرة يقوم اشقنا احنا فكالمجلس العائلي عنا مسؤوليات يعني مثلاً الكبار يكون مسؤولين على الخويت الصغر فما اللي يكون عنده حتى صغر راه فما رهم مسؤوليات عائلية أو شخصية نبدوهم من ثنين وثلاثة سنين يعني كل واحد قد عمره قد عمره يتحمل مسؤولية بالضبط يتحمل مسؤولية مثلاً ستة سنوات مثال بسيط يبدو منيش في الدار احنا في السيف يسر نستعمل منيش ودوش هو السباح بعد ما يفطر فطور السباح مهمته يبدو منيش أبسط حاجة يهزو كالي بتي تابي صغر يحطو كالكوربية ديكا يحط فيه حويجيتو يلملك فما شكون يهبط مشريطة الحويج مثلاً وهو اللي يعمل التري بينيتهم فما اللي تاش العائلية مثلاً التري متاع الحويج احنا بدنا الحويج يالا دي عندك عامين بل بستيش يجا نهديوها الشخص آخر يجا نتبادلو إذي أنتي بش تعطي الخوك الصغير إذي بش تعطي لولد عامك غيري هي فنت هذية ما عادش نستعملو هذية ذي قطع ليك دباشت على قراية نشوفوا اللي بش نعطيوها للرسكلة نشوفوا اللي بش نعطيوها للجمعيات اللي بش يعودوا يستعملوه نشوفوا اللي شنوها نجمو مثلاً نعطيوها حتى العطار الحومة باش لده نحن نسيمو بطريقة حتى رهو العطلة هي اللي أنت غير ما تربي فيها وتمشي فيها السفينة متاعك في مسارها الصحيح ومهم الجانب النظامي هذي بذب نتنظمو يعني بذب في العطلة فما نظام راه فما أرياحية ما فما نظام بسبيع يقولك مثلاً أنا نقص نوم فما حتى إشكال قوم التسعة العشرة أحرك في الدار الدور لازمك تعاون لازمك عليش راهو يقوي حس صغير لحس الانتماء متاع ويبدأ من العائلة راه بش انبعد ينتمي للحومة ومبعد ينتمي للبلاد ومبعد ينتمي للوطن بش انتي مثلاً كي تحط له حاجة في الكيس ما عادش يكسرها رك تبدأ تربيه في الوحد وقت يش يعرف اللي هو جزء من العائلة وقت لي في المجلس العائلة يشارك في القرارات وين بش نصيفه قديش بش نصيفه حس البودجي متاع العائلة متاعي وزيدة وقت ليشارك في المسؤوليات النوم نرجع له فما زوز انواع من الراحة فما النوم النوم ينجم يقوم التسعة العشرة مكسيما يحرك في الدار يعمل نشاط أو يشارك في نرجع له لكن بعد يشارك في نوادي وغيره وعنده القيلولة وطنبك القيلة يمشي القيلولة بيه يلصحته بيه يلنفسيته وبيه حتى اللي عائلة يكون الممانده باختاج اللي هو الهدوء اللي هو الرياء مقدسة القيلولة مقدسة تذكر قبل كيف كنا نقيله وصحية رأي جدا جدا حتى اللي نحن عندما تزيدنا في الانتاجية تزيد للصغار مثلا في الإبداع وملكة الخيال والإبداع اللي نجمه زي ده نخدمه عليها ونشتغل عليها الملكة هذية شو نجمه نعم من الأنشطة نرجع للراحة حنكملوا الجزء يحبوا صغار الراحة شوئين هزك للأنشطة هي الحقيقة من الأوتاد العطلة وهذا حقهم نك في الراحة مثلا ما يقلقش كساسوها بالنسبة للتفل إنه ما يعمل شاي يعني تبقى هم كل ليه بيش اللي عبيه الوقت وستيب تليفون ليه 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 رأوا تنحينه تليفونه وما يعمل شاي رأوا هذيك اللي بيش يسقل موهبة الإبداع والتخيل وغيرية عند التفل بالنسبة للمراهق يقولك رأوا يقولك أنتخي ديومي بالنسبة للمراهق هي حاجة تخلي يخامم يعني الكوجيت ما هوش فراغ لأنه منتك يغذر الاسقاف ما هوش فراغ موخه قاعد خسيطان المراهق اللي عنده برشا حكايات الدور في مخه في الجيولوجيا متعو لكن نحن نسمعه كلمة قلقت برشا يعني تنحيله تليفون تبعده على الشاشة يقولك شو حبني نعمل طوانة وقلقت صحي احنا الوقت هنخلقوا البدائل مش قلنا احنا في اللول العطلة فرصة ذهبية صحيح للراحة لكن هي عندها زوز يعني ديميسيون عملوهم ما لازم نش نفلتوهم اللي هو السلوكيات والمهارات دونك نجم اينا يقولي قلقت نجم نحطوا صباح او العشية طوانة ودي موجودة في كل ولايات الجمهورية و الكفش اللي بوخس الكول يعني بالفلوس اللي بجلوس موجودين فما النوادي اللي موجودين في دور الثقافة في دور الشباب موجودين فما النوادي اللي تبين الجمعيات موجودين فما النوادي الخاصة وتبين المدارس موجودين يعني انتي عندك على شنو تختار وهوني في المجلس العائلي نستمع وأنستو خاصة لطلبات صغيرة ساعات مثلا الأولياء يجيوا ويقول لي مدام والله كل عام وهو درش هو قاعد يفركز في المهار اللي هو بش يبدع فيها وقت اللي انتي ما يقول لك ما نعرفش إنه نحب موسيقى ولا نحب رياضة ولا نحب طبخ ولا يبدأ شوية في هذي ويبطل ويمشي الهواية أخرى صحي هذا صحي على الأخر برشا برشا يعني صغير اللي مزيل ما يعرفش هو بش مغروم فما لي يعرفو اللي مزيل ما يعرفش مثلا ننصحوا احنا بالنوادي الملتي دي سيبلينا اللي فيه الكور طب هو اللي بعد يقولك ولاي أنا شغط مثلا عن الرياضة ذيك راني قلقت في الورشة هذيك راني عملت في النيدي هذيك به هذيك بالنسبة للمهارات نجمو احنا مثلا وقتها برشا مثلا نيت شكي وسيغطوه وقت القراية من التمكن في اللغات نكوني ننصحهم بالورشات أي وفرصة اللغوية يعني مثلا يلقاوا اللي يسميهم مجموعات التفكيري اللي هو عبيد مثلا يحكيوا باللغة هذيك مهما تكون مثلا المراقين متعتوا مغرومين بالتركية والكورية مثالش حتى ولو كان مش موجود في المنهج المدرسي فرصة بالشيفة من اللغوية راهوا المهارة اللغوية تستحق عمل ومثيبرة ومميرسة ومطالعة المطالعة عنا المطالعة بتسكي لغة عنا ساق المهارات في كل ما هو نوادي عنا المسئولية ترى مهمة جدا جدا وعنا أوقات النوم بربي ما يرقدوش وقت اللي يحبو وخاصة السهر لي يعني يقلقهم في ساحتهم يخلي تهي العودة المدرسية سعيبة يسر وزيد في فترة الخمول اللي ينقاهم حتيكش النص أكتوبر عشر خمستاش أكتوبر مزيل ومهمش حاضرين جسدين وذهنين ونفس الأشكال اللي كنكملوا العطلة نبدأ نقولوك يفيش نراجعوهم للريتم إذا كان منبعدوش ياسر على الريتم الأصلي فتكون المأمورية أسهل مراجية موضوعنا مهم برشا زيدة المراجية بيش نخدم بإذن البدائل لاستعمال التليفون وقت العطلة أنا منحبوش يستعمال التليفون وهذا صحي يعطيك الصح قريت من عنده التليفون شنو البدائل نعطيهم موضوع مهم ويخلق إشكاليات في ذهن الولي وحيرة كبيرة كيفاش ننجم اليوم نبعدو على التليفون نبعدو على الأنترنت نبعدو على إدمان الإلكتروني وفرد وقت نعطي حلول وبدائل شكرا لك مرفض شكرا لك شكرا جزيلا يلا احنا هكا نسو الختام العدد متاعنا بالنسبة لليوم مصبحكم إن شاء الله أجمل وأحلى ديمة على القناة الوطنية الأولى شكري وامتناني لكل زملاء اللي بشروا أسمائهم في جينيريكا النهاية أخرجنا على الهواء على بن عبد الله في التنصيق خالد اليعقوبي رئيس التحليل خميس بن فرج وكل زملاء اللي بشروا أسمائهم في جينيريكا النهاية غدوة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة